بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة بين الكافي واللام من الملام؟ إبراهيم أهلا بك أبا شمانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة الحلقة رقم سبعمية تلاتة واربعين أقمن الملام يا أباش مهندس إحنا عايشين حالة أيوة مش عزول أصبحت ظاهرة من عدم التنصيق بين الاتحادين الفيفا والكاف وفي كل مرة نصطدم بهذه السنائية التي يدفع فتوراتها النادي الأهلي عشان كده هذه الحلقة فيها الكثير من هذا المحتوى عن هذه الأزمة وتلك أبرز عنوينها مقالي ومقاله ضريبة يدفعها الأهلي وحده الغربال صراع على ضيفة في النهر لكن بعضمة لسانه بجد بقى أنتوا عايزين ايه؟ والشموة الحمراء محمد طاهر باشي وإسرار الملك سلوك يعيش دائما وأخيرا مجلتنا اليوم ومن أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلونا في البداية ننعي إلى جمهير الأهلي وجمهير القرى عمتا رحيل واحد من مدربيها ومن مخلصيها ومن الناس اللي ادت لها بعلم لسنوات طويلة الأستاذ الدكتور مفت إبراهيم دكتور مفت إبراهيم رحل عن دنيانا الفانية أمس الأول بعد رحلة حافلة بالعطاء مدرب في قطاع الناشئين مدرب في جهاز هيدكوتي ثم كلوتشوائي الدكتور مفتي رحمة الله عليه ورفيقه دكتور عمر أبو المجد وفينا أديله الصحة كانوا هم بداية العمل الأكاديمي الرياضي العلمي علمانة الكرة أنك تيجي أن يبتدي كلية تربية الرياضية تهتم بأنه تصدر هذا النوع من مسؤولي ومدربي وخصوصا في قطاعات الناشئين فرحمة الله عليك كان هو من الرعيل الأول في هذه التجربة دكتور مفتي إبراهيم زي ما قلت لكم يعني واحد من المدربين اللي كانوا ضمن الجهاز الفني لمستر هيدكوتي والكالوتشوائي مع الأهل في السبعينات ومطلع الثمانينات مدير فني في قطاع الناشئين لسنوات طويلة ثم أثر المكتبة الرياضية وعلوم كرة القدم الحقيقة برقم قياسي من المراجع العلمية في تدريب كرة القدم كانت كاميرا قناة الأهل من قبل اهتمت بتكريم الدكتور مفتي ونتذكر معاكم في هذا التقرير تحدث الراحل الكبير الدكتور مفتي إبراهيم عن مشواره مع الكرة والعلم والأهل أنا الحقيقة بدأت مرا في النادي الآلي من سنة 1974 واستمرت في النادي الآلي حتى سفرت الآلي الصعودي والتاريخي مع النادي الآلي في الفرق الحمد لله أنا اشتغلت عشرين سنة في النادي الآلي لم أخصر بطولة واحدة الحمد لله فوص بكل الفرق اللي أنا مسكتها ولم أخصر بطولة وحتى مع الفريق الأول لاندي الآلي حينما كنت أصعد الفريق الأول اشتغل مع مستر ديكوتشي أو مستر كل الشاي لم نخصر بطولة واحدة الحمد لله وفوص بكل البطولات واخدنا بطولة أفريقيا سلمت على سيادتي الرئيس حسن مبارك وأخذت عسام الجمهورية وهذا أكبر شرف حصلت على في حياتي أما من ناحية الأكاديمية فأنا محاضر استحاض أفريقيا قبلها كنت محاضر في استحاض المسيح طبعا ومحاضر في الأكاديمية الأولمبية وحاضرتي لفترة طويلة جدا ومازلت حتى الآن حاضر باعتباري من نغبة المحاضرين في أفريقيا من الحاجات اللي أنا بشرف بيها وبتشرف بيها أن أنا عندي أكبر حقيقة طبعا محاضر في الأكاديمية الأولمبية وحاضرتي لفترة طويلة جدا ومازلت حتى الآن حاضر باعتباري من نغبة المحاضرين في أفريقيا من الحاجات اللي أنا بشرف بيها وبتشرف بيها أن أنا عندي أكبر عدد من مؤلفات لمؤلف في كرة القدم والرياضة في العالم أحمد الله لأن أنا بعمل سير شوفي الناس عندها إيه أنا أكبر مؤلف في العالم عندي سبعين مؤلف والمؤلفات دي منتشرة في كل الدول العربية ويعني بحاضر في الدول العربية وأحمد الله الناس بتستخدم المؤلفات بتاعت كويسي أنا ومازلت مستمرة في عملية تطوير تدريب كرة القدم حتى من الجهود اللي أنا عملتها إن أنا ابتكرت أسلوب للتدريب وللتمرينات خاص بي وأحمد الله أنا دلوقتي تخطيت على الكمبيوترات بتاعتي تخطيت المليون تمرين مرسوم بيدي أنا حقول للمدربين وده أمر مهم وبقوله في محضراتي دايما أوعت مرة من غير متحضر لأن قافة التدريب في مصر قافة إن المدرب ينزل الملعب وبعدين اللي يفتكروا يعملوا دي كارسي أنا نصعت للناشئين أهم حاجة أهم حاجة إنه يهتم بالغذاء الجيد أو الغذاء اللي ممكن يفيده كناشئ كلاعي في المستقبل ودي تعتبر أحد مسؤوليات المدرب أيضا ومسؤوليات الوالدين الدكتور مفتي طبعا كما قدم نفسه وإحنا قدمناه من الناس اللي أدخلت أو امتزج العلم بالخبرة بالممارسة عشان تفرز لنا هذا النموذج رحمة الله عليه نموذج المثقف يعني نتمنى له كل الرحمة ويصبر أهل ويارب الحيال مجلس إدارة النادي في نعي رسم لول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسر رحيل الدكتور مفتي إبراهيم المدرب السابق بقطاع النشئين والدرجة الأولى بالنادي الذي وفته المنية دعينا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدقله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان إن لله وإن إليه رجعون ده مشوار حافل بالعطاء للدكتور مفتي إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى يتولاه بواسع رحمته الحياة برضو من الفقد الكبير الكريم كان هذا الأسبوع الواحدة قدت العمل الخيري مساحة كبيرة بل يمكن كل جهدها وفكرها ومالها والسنين الأخيرة الدكتورة أنيسة حسونة يمكن كل الناس تبعت مسيرة هذه المرأة العظيمة في دعم أعمال الخير وتأسيس المستشفيات والأعمال الخيرية خاصة أنها عاشت سنواتها الأخيرة تكافح مرض السرطان وكان لها إسهام الحقيقي في اللجنة المجتمعية في النادي الأهلي كجزء من عملها الخيري في خدمة كل الفئات المحتاجة والحقيقة كان لها دور مؤثر جداً في دعم الأعمال الخيرية لسيام على الصعيد الطبية أنا أول مرة أتعرف على الرحيلة العظيمة كان يوم قدم النادي الأهلي يعني مبادرته بدعم تجربة الدكتور مجد يعوب عندما عاد أراد أن يؤسس لمستشفى القلب كانت هي واحد أو الدراع لمن في هذا الأمر وحضرت هذا المؤتمر وكانت يعني يدينا مبتاع تفعيل هذا التعاون ومن هنا جاءت فكرة أنها تبقى في اللاجنة بتاعة المجتمعية بتاعة النادي الأهلي الرعاة المجتمعية وكرست حياتها طبعاً رحمة الله رغم ظروف الصحية التي يعني عانت منها على السنوات الأخيرة لأنها كانت كتف بكتف مع دكتور مجلس ثم يعني هيديت شوية لما استد بها المرض نموذج رائع للدكتور لما يكون عنده مسئولية إنسانية صحية أيضاً هذا الأسبوع فقد الأهلي حارس مرماه الشاب زياد إيهاب الذي توفي في منزله في عين شمس زياد موليد 2004 وكان تم تصعيده للفريق الأكبر منه سنة في 2003 وكان حارس شاب واعد وموهوب شارك كابتن خالد بيبو في مراسم تشيع الجنازة شارك الكابتن محمود الخطيب وعضاء مجلس الإدارة لأسرة زياد بالتعازي والمواساة وقام النادي الأهلي بنعي هذا الحارس الشاب الذي وفته المنية حدث غامض في حدث محل تحقيقات يكتنف الغموض طبعاً مش هنتطرق التفاصيل ولكن الذي يدعو إلى الأسى والتعاطف أن شاب عنده 17 سنة ممتلئ بالموهبة ممتلئ بالطموح ممتلئ بالنجاحات يكون عنده سواء كان حادث قدري أو حادث نتيجة معاناة أنه هذا الظرف تعيش أسراته بدل ما تتمتع بمستقبل كل المواساة لهذه الأسرة وربنا رب يصبرهم ويالقوا الدعم الواجب والإيمان الذي يدعم مواجهة مثل هذا الحادث المؤسف رحمة الله عليه والنهارده فرقته كان عندها مباراة آه 2003 النهارده كيزبو بيرامدز أربعة واحد ويمكن كانت اللفتة الناس كلها لحظتها في عمليات الإحماء قبل المباراة لعيبة الفرقة لعيبة 2003 كلهم لابسين التي في فترة الإحماء اللي علي صورة زياد إهاب الناد الآلي كان قدم طبعا الرعاية الكاملة لأسرة الفقيد سوا في تحمل كل أعباء وتكاليف الجنازة وغيره ثم أيضا بحث صرف قيمة عقده بالكامل لأسرته والحياة ده كلام على المستوى الإنساني راقي جدا ونبيل جدا وبيأكد قيمة الجميل محمد عبدالوهاب هالأعلى رحمة الله لما توفي هو في التمرين كان الناد الأهلي صرف له قيمة عقده بالكامل عن السنوات المتبقية في العقد وها هو أيضا زياد إهاب الأهلي يقوم بنفس الواجب الإنساني والطبيعي جدا من الناد الأهلي اتجاه أبنائه ده اللي نعزي أقوله هذا تصرف إنساني طبيعي وليس منا طبعا ولا تفضل ولكنه منطق الأمور والمسئولية والمكانة مكانة النادي الأهلي وتقديره لأبنائه اللي هم بيضحوا وهم على البساط الأخضر يعني فرحمة الله ربنا صبر أهله يا رب وما نسمعش عن مثل هذه الحوادث المؤسفة ربنا يحفظهم جميع فيش حادث يا أولادنا ما فيش موضوع يا شبابنا ما فيش مشكلة يا أخوانا تستدعي إن يتم إذاق روح سواء عن طريق صاحبها لأن هو مش صاحبها الله سبحانه وتعالى هو يمتلك أروحنا جميعا وهو صاحب القرار ولذلك الانتحار يعني لهو يعني رفض جابت جدا تمام النادي الآلي برضو في بداية التعامل المسؤول مع قطاع الناشيين تم تعيين الأستاذ الدكتور جمال فراويز استشاري الطب النفسي كمعد نفسي لهذا الفريق والفرق قطاع الناشيين وده جزء من دور العمل المسؤول في أن أنت تبدأ تهيئ الولاد بشكل إنساني وشكل نفسي صح يمكن ده موجود في كل الفرق العالمية الكبيرة في الظرف ده محتاجين ده يعني كانت أمنية طبعا يمكن أشرنا إليها لكنها تتحقق بهذه السرعة ربما الظرف المليح فرض نفسه إن لازم أنا الأوان أرجو أن تستمر ويبقى لا يختصر دور المعد النفسي إحنا قلنا إدارة المواهب علشان الشباب لا ينفجروا غرورا عند النجاح أو التوقعات لأن السوشال ميد ما بتحطش حاجة في حجمها تعمل لك ماتشين كواسين وبقى أنت حصل لعيب في الدنيا تيجي تقعد للعيب أقدم منك وإن كان دولة تزعل وتدعي وتمطعب وأنا شفت لقطة خضطني مش هجيب سيرتها دلوقتي لأن خضطتك طبعا أنك تخرج وإنت متضايق في تبديل لا مش كده ما بنحب مش دي أو أنك أنت تلعب بقى وأنت فاهم أنك أنت حققت العلامة الكاملة بموهبتك لا أنت جاي تنافس زمايل أقدم منك وأقوى منك يعني أنت واعد جدا وأمل من أمال النادي الآلي أتحدث تحديدا على محمد عبد المنع محمد عبد القادر رفقا بهذه المواهب وأذكر وأنا لو مر رفقا بهذه المواهب أتحدث عن المتح الجامد أو الانتقاد القاسي سيبوا الناس تستوي على نار هدي عشان ما تشتش أذكر عندما ذهبت مع كابتن إبراهيم سعيد فكان ديفيد مويس مدرب إيفرتون قابلني واتكلم معايا وحكالي أنه عندهم موهبة قادمة اسمها وين روني وين روني وين روني وين روني وين روني وين روني أقل من شهرين لقيت انفجرت هذه الموهبة كان عنده 17 سنة وين روني طالع يتحدث في الإعلام بالراحة على هذه الموهبة بلاش كلام في إشادة مبالغة لو أنتوا بتحبوا أن الراجل ده يكمل فدي حاجة على مستوى العالم ذلك لما كنا عايزين معد نفسي لإدارة الموهبة عشان يهيألك الشاب الموهوب لإحتمالات انفجار الموهبة وتواهجها فجأة أو حدوث عصارات في الطريق إزاي يتعامل معاه كل التوفيق لشبابنا وأنا ليه خلي بالكم أنا مش بنتقد ولا أقصو أن الأصلي حجم حجم أمالي وأمنياتي لهذا السنائي كبير جدا لكن في حجمه نشتغلوا على نفسكم وما تفتكروش أن أنتم وخلاص وصلتوا اللي أنتم عايزين والنجومية هي كده لا إذا كنتوا عايزين تعتبر أن دي بداية وطموحاتكم كتير والمنافسة شديدة هتنجحوا غير كده يبقى فيه كلام تاني فيه كلام تاني لكن فيه كلام أولاني مهم كضربة بداية كما تعودتوا مع مقالي ومقاله ضريبة يدفعها الأهلي وحده الحقيقة ما نسعد استهل الحلقة بأن المسألة بين الكافي واللام الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي المطرقة والسندان اللام حجم اللقات اللي بتتقال بين الاتنين والأهلي ضحيطها لا تعديل لا تأجيل الكاف يدفع فطورة عدم التنصيق أنه بيحدد برضو معيد لازم يعرف الالتزامات ويحط توقعات هو أنا روح ألعب كاس الأمة بعدين أروح كاس العالم لأنديه بهذا المظهر بعدين يتجوز الأهلي مشهد هل ده المشهد المنطقي اللي احنا بنعاول عليه ويتكرر ما الأهلي بيكسب مشهد لهو ده المشهد المتكرر الأهلي ده يدرس يبقى حالة لوحده في العالم لكن أنه أنت تقرس على نفتة تتجاوز موقف مش معنى كده أنه ده الطبيعي اللي تبقى حياتك مشهد عليه ما يحدث الآن في مطش الهلال والنادي الأهلي دينا تفاصيل عشان ما تكلمش حتى الآن الانتحاد الأفريقي ما حددش المعاد النهائي والثابت لمباراة الأهلي والهلال في الجولة الأخيرة ولا بقيت مباراة الجولة الأخيرة وقال أنه المعتاد أنه بعد كل جولة بيعلن عن تثبيت موعيد الجولة اللي بعديها يعني عايز يقول لنا أنه الجولة الحالية ديت هتخلص يوم الجمعة والثابت يوم الحد هيعلن عن موعيد الجولة الأخيرة لكنه في معادية الانتحاد الأفريقي على صفحاته أو على موقعه حطت 1 أبريل موعد كل الجولة الأخيرة وده مش مؤكد لأنه الواضح أنه هتبقى 2 أبريل بس حتى لو 2 أبريل أنا يبقى أقول لكم دي ضريبة بيتفحها الأهل لوحده الأهلي كارلوس كيروش بكرة إن شاء الله السبت هيعلن قايمة المنتخب لمباراتي السنغال عندنا 25 وعندنا 29 29 في دكار حيأخذ مش أقل من 6 سبع لعيبة من الأهلي مش أقل منهم طيب لو اللعيبة بتلعب في دكار يوم 29 هيرجعوا يوم 30 أنا عندي احتمالين بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى يرجعوا منتصرين ومتآهلين لكاس العالة الفرقة في احتفالات المنتخب في تكريم في استقبالات هيقضي يوم 30 ويوم 31 في التكريم والاستقبالات ده رايح رحكس عالم مش عايز أقول لقدر الله نتيجة سلبية فالحجم الإحباط محتاج معلاجات كتيرة ده العجل لكن هي في الحالتين إنه فيه ضريبة ضخمة طيب بإذن الله تعالى إحنا فرحانين ومبسوطين وسعدا هتاخد العريس من قلب الفرح هتشد الست سبعة لعيبة بتوع النادي الأهلي بلاش تحضروا التكريمات والحفلات وتعالوا انتوا عشان البهوات في الكاف فرضين علينا لازم أن نلعب يوم 2 يعني بعد 24 ساعة هل ده كلام النادي الأهلي يا جماعة السنة اللي فاتت خسرت دوري بسبب الكلام الفارغ ده سبكم إن التحكيم كان مؤثر جدا نقط كتيرة ضعت في المباريات الموجلة بس خليكم فاكرين إنه الأهلي وافق إنه يلعب مبارياته المؤجلة بدون لعبة المنتخب الأولمبي اللي كانوا ساعتها مؤثرين في الفرقة لعب بدون لعبة أساسيين حصلت إصابات حصل نقص حصل ضغط فقدنا نقاط ده السنة اللي فاتت انت السنة دي متعارضة مع أهم مباراة ليك في المجموعة مباراة الهلال إن شاء الله تعالى مباراة المريخ بكرة إزاي تمانية واربعين ساعة فقط ويتحمل الأهلي وزر هذا التعارض زي ما حصل في كأس العالم للأندية سافر الأهلي بدون تسعة لعبة في المنتخبات المختلفة في كأس الأمم الأفريقية الفيفا يحدد بطولة والكاف يحدد بطولة والاتنين يعندوا وساط بعض والأهلي الواحد ويدفع الضريبة وبعدين تسمع باش مهندس باستمرار حتى في المؤجلات وأنا أنا هنا برضو ربطت الأندية وإدارة المسابقات فيها لما ييجي أجل مباراة هو أنت بتأجل لي وأنا كنت في فسحة يقولك أنا أجلت لك أنت أجلت لي عشان كان لازمة تأجل لأنه في طبيعي تعارض للمعاد بين الارتباطات الآل يلعب مع الرجاء المغربي مباراة السوبر تعارضت مع مباراة بيراميد أنت المفروض هتحط لي مباراة أي مباراة مؤجلة واحدة اتنين ثلاثة حطها في المواعيد الطبيعية اللي البقية الأندية بتلعب فيها وبلاش حكاية أن بقية الأندية يقولك أصلا أهلا اللي بتأجله لأهلا اللي بتأجله عشان بيلعب بطولات رسمية مش بيتفسح ففكرة أن أنا أتعامل مع المباريات المؤجلة ضد الأهل فقط فأحشرهم له في وقت خليه في عشرة أيام يلعب أربع مباريات زي ما حصل للسنة اللي فاتت وضع الدوري الكلام ده المفروض ما يبقاش مقبول أبدا عايز تأجل لمباريات عشان أنا عندي التزامات رسمية حضرتك تحط هالي في المواعيد البينية الطبيعية اللي بقيت الفرقة بتلعب يا أستاذ إبراهيم لازم وأنا وأنا بعمل كده في حالة تأهل أو فرص النادي الأهلي للتأهل وفي حالة تأهل المنتخب يبقى المعاد كذا في حالة لا قدر الله ضيع فرص أي من الفريقين يبقى المعاد كذا يبقى أنا في الحالة دي المعادين أنا اللي حططهم من بدري مش يتقال إن أنا بأجل للأهلي يبقى أنا تحسب خلي بالك كل ما يحدث على الساحة الأهلي ما يدفعش الفاتور أنت بتقول آه بيتحملها بشكل مباشر لكن مؤكد الكورة المصرية بتتحمل مؤكد الكورة المصرية بتتحمل وما ينفعش يستمر هذا الوضع لأن الإرهاق سيأكل أخضر واليابس بعد كده صحيح بالنادي الأهلي صحيح إذا ما فكرناش في حلول ولذلك أرجع باللائمة تاني أول السنة لما جات الرابطة وسألت الأندية ما كان ينبغي للرابطة أن تسأل الأندية أنتوا تيجوا تعملوا موسم استثنائي لمواجهة الأزمات المطلقة عشان نحلها في الموسم القادمة إنتوا هتضطر السنة ترجع تفكر في الموسم الاستثنائي طبعا ما كان من باب أولى لكن بالوضع ده أنت دايما أضحي بالأم عشان الجنين ولا ضحي بالجنين عشان الأم فترجع تخسر الأم والجنين أو عايز معجزة أنك تكسب الأم والجنين وده ودي معجزة واخد بالك ويعني سبحانه وتعالى قدر على كل شيء لكن هو ده مش مش ده من المنطق مش منطق الأمور منطق الأمور أعمل اللي علي وراعي مصلحة الكرة المصرية أسخ تماما أسخ تماما نتيجة أن أن أتوسم في الرابطة بداية من رئيسها اللي واضح أنه عنده خلفية جيدة عن الكرة المصرية عنده خلفية إدارية وعنده صلابة أنه يقدر يفرد أو خاد الخبرة السنة دي فمتوقع أنا منه قرارات لا مش هيبقى غير مصلحة الكرة المصرية لأن إذا فضلنا نسأل الأندية وكل واحد يأخذ قرار اللي هو بيعتقد أنه من مصلحة نديه هو مش هتوصل لحاجة هتوصل لحالة الارتباك ومش هايزة أقول الفوضى لكن هذا التشابك الضار جدا جدا بالأندية ومشورك وصمت الكرة مصرية ما هو أنت دلوقتي الأندية دي هي اللي حطالك الامج بتاع الكرة مصرية هو كرة مصرية عن حقاقت في السنين اللي فاتت دي إلا من خلال الأندية وخصوصا ندي الأهلي أو خصوصا وصول الأهلي والزمالك للفاينال أو خصوصا من وصول بيرامد للفاينال بتاع الكونفادرالية فابتدت الناس يكلمت والله دا كرة مصرية موجودة يأتي الأهلي اللي يدعم هذا بالنتاج الذي يعققها سواء في أفريقيا أو في كاس العالم الأندية فمحتاجين الأندية دي إنك أنت تفهم تدعمها إزاي عشان تؤدي رسالتها بهذا النجاح غير كده الفطورة هتدفع لفضلنا على السياسة التقليدية التي يعافع عليها الزمن في سنين اللي فاتت دي طيب نتمنى إنه يتم مخاطبة الاتحاد الأفريقي في هذا التعارض بالذات لأنه أنت ما عندكش بس لعيبة الأهلي اللي مع المنتخب الوطني أنت عندك لعيب زي علي معلول مؤثر ومهم مع تونس اللي عندها مباراة مهمة عندك ألو ديانج مهم مع منتخب مالي فأنت عندك قوام الفريق بالكامل هيكون في مهم أخرى بالإضافة أن دي فترة أجندة دولية جنوب أفريقيا اللي ما عندهاش مباراة في تصفيات كاس العالم ممكن يكون عندها مباراة دولية والديب في الأجندة فبيرس التاو هيسفر لهم فإحنا بنتكلم على إنه يا جماعة في فريق كل قوامه من المحترفين سواء في الداخل أو في بقية المنتخبات هيكونوا على سفر وعلى لعب لغاية يوم 29 النتائج بتاعتهم كل واحد وحالته لكن ليه يوم 2 أبريل ليه ما يبقاش 3 أو 4 أبريل ليه ما تدينيش 3 أيام راحة فصلة بين المباريات مع وضع في الاعتبار إن فيه سفريات ما تبقى 3 أبريل أو 4 أبريل أستاذ إبراهيم أنا مش أخدهم لوحد المنافس بيخدهم معايا وإنت هتديهم لكل المنتخبات يعني مش المنتخبات الأندية أنت الوقت خلاص المنتخب آه لكل الدول لكل الدول المشاركة أنديتها هترحل يعني إذا كنت عاول أنا المعادة ما الهلال هيخده معايا والهلال ما عندوش السودان لكنه على الأقل بقية الدول زي الوداد المغربي المنتخب المغربي عنده لكن عنده تراجي عنده تونس أنا أصد أقول إيه عنده هو وعنده والتزامات المحلية حياخد نفس فطرة الراحة ما تقوليش مش هستفيد منها لكن العناد اللي أصبح بتصدر من الواقع المحلي التي يتم تزييف الحقائق فيه ها ومحاولة تغيير الواقع إلى الانطاق الإفريقي دلوقتي تسمع كلام لا ينبغي أنك تسمعه ده كلام أتمنى أنه يكون واضح وأتمنى أنه يبقى فيه إصغاء للصوت العقل في أن أنت الاتحاد الأفريقي اللي عمل كارثة لما صمم أن بطولة الأمم الأفريقية تتعارض مع كاس العالم على أنه يحلها مع الفيفا لا ده حل ولا ده حل والأهل الوحد واللي دفعت تمن وشفت إزاي سافر لبطولة كبيرة منقص من كل فريق وتأريب هيقول لك انتخذت المركز التالي ما هون تمن ما أدراك أنه لو كنت أنا بكامر راحتي بلعب مع فالمراس ما كنتش لعبته فاين أي أن كان الديني لعبت بالكامر وانا مسؤول عن نتائجي الديني فرصتي هذه هي العدالة نتمنى أنه يتم عادة النظر في هذا المعاد لأنه في النهاية الأهل وحده من يدفع هذه الضريبة نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف ماذا في الغربال أهلا بحضراتكم جديد الحقيقة يعني في كل الألعاب مسيرة الأهل بتتواصل بانتصارات مهمة جدا وعلى كل الأصعدة في كل الألعاب وكل الأعمار يمكن استمرارا لأسبوع الانتصارات الكبيرة للأهل على منافسه المباشر الزمالك 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 النهاردة في ناشئين الطائرة تحت 15 سنة فاز الأهل على الزمالك 3-0 بتفوق كبير جدا كانت في منافسات بطولة الجمهورية المباراة كانت في صلت الأمير عبدالله الفصل في النادي كانت الأشوات 25-14 و25-10 و25-17 بيواصل بيوم شباب الأهل تفوقه الكبير أيضا في الكرة الطائرة مبارح كانت الجولة الأخيرة في التدريبات للدور الممتاز انتهى باكتساح للأهل بنتيجة 3-0 أيضا برسيد الأهلي كده بيتصدر بـ 21 نقطة قبل ما يواصل الأهلي هيمنته على دربيات ألعاب الصلاة يمكن في كل الرجال وسادات طائرة كرة السلة دي احنا شايفين نجاحات عظيمة ويعني معلش الفريد الأول لكرة السلة ده بحث الوحد النشاط الرياضي يا أستاذ إبراهيم نتائج مبهرة من السنة اللي فاتت لدلوقتي يعني تجد نفسك بطولة أو اثنين اللي بيهربوا منك أيضا لكن الباقي اكتساح يعني إحنا أنت كنت حاصر تمانية واحد تمانية واحد في موجات الأهل وزمالك في كل الألعاب في 96 ساعة دولة أو الثلاثة أيام بين الأهل والزمالك في كل الألعاب سواء السلة الطائرة اللي يد الووتربولو يمكن في كرة اليد الزمالك كان فاز على الأهل 34 28 وده النتيجة اللي قدت ليه السيدات عوضيتها السيدات والشباب وصل إلى أهل انتصاراته وزي ما قلتلكم تم تعيين الكابتن ياسر لبيب مدير لجهاز كرة اليد في النادي وتم تعيين الكابتن أحمد سالم مدير فني حاليا للفريق الأول لكرة اليد بعد ما تم حل المشكلة مع نادي الشمس لأن أحمد سالم كان بيدرب نادي الشمس وحصل اتصال ودي لطيف لكابتن محمود الخطيب مع صديق العزيز أسامة أبو زيد رئيس نادي الشمس فتم احتواء المشكلة بروح طيبة جدا بين الناديين بدأ الأهلي دا يمكن غلاف الأهلي النهاردة أنه في حصر شامل لانتصارات الأهلي على الزمالك هذا الأسبوع 8 واحد كانت ضمن هذه الانتصارات الكرة السلة الأهلي رجال الأهلي كذبوا الزمالك في السم فاينل لكاس مصر وراحوا للنهائي كذبوا الاتحاد السكندري في المباراة قوية جدا وفاز الأهلي بكاس مصر حالة جميلة والحالة الجميلة بتفرض نفسها عليك أنا أتابع هذا الفريق من الموسم الماضي بكثير من المتعة والتفاول حقيقي لما حاجة بتتبني صح أستاذ إبراهيم وأنا لما أقول بتتبني صح يعني بتتبني فنيا إداريا سياسة المسج بين الشباب والنشئين والاتصال مع الفريق الأول مع جهاز فني فاهم وطموح ومسيطر تجربة أوجستي تذكرني بشخصية وتجربة مالو جيسي في الكرة تحبه وتقدره وتخشاه عشان كده أوجستي عمل أربع بطولات لغاية دلوقتي مع الأهل يعني فاز بالدور المرتبط وفاز بالبطولة القاهرة وفاز بالبطولة العربية وفاز بالكاس مصر الفوز كمان لا يخلو من المتعة وتشعر بالتاكتك يعني فيه ماتش مع الزمالك مغلوب ثلاثة بط وخمس ثواني يجب يجيب أربعة بط في خمس ثواني شوف الدهاء وعمل ويقدر يجيب الأربعة بط كويس رمية وسلسية طريقة إدارة قد كل مرة عايز أقول لك المعجزات دي تحصل إذنما أنت بتفكر وتاخد بالأسباب الفنية وبتنقلها الأفراد القادرين على تنفيذها كمان الروح اللي بقت تسود دلوقتي بين أفراد هذا الفريق ومدربهم يعني عندنا فريق مبي كويس حتى في فترة الانتقالات الشتوية عودت أحمد سالم كان معار لنادي الجزيرة أحمد أي يا أخي أحمد إسماعيل أحمد سلم دا لسه ناشي أحمد إسماعيل راح استوى ورجع لك واحد أفضل بكثير مبارح كان أول أمس سلسيتين حاسمتين دور دفاعي وقوة وأداء يعني متابعات لأ عندك دلوقتي في كل مركز اتنين أو تلاتة على نفس المستوى الرائع جدا مصعب عدد كبير من ناشئين أثبت وجودهم كلهم عايزة أقولهم برضو نفس اللي قلتوا في الكرة احنا منشيد بيكم كعناصر وعدة أثبتت وجودها لكن مش معنى كده أنه هنبتدي كل واحد يفكر في نفسه أنه هو العنصر الأساسي كرة السلة كمان تسمح بالخروج والدخول فأسهل يا شبابنا يا أولادنا عشان تكملوا بنجاح سواء على صعيد النادي الأهلي وتستمروا في قلوب جماهيره وقناعات مسئوليه وقناعات المنتخب توضعوا أمام النجاح التواضع أمام النجاح وإدراك أنك في حالة منافسة مع من يسبقوك خبرة وأخدمية وهو لو أنت عايز تتعامل أن اللي يخش لازم يزيح لا هتيجي لك لحظة حتى يزيحك إنما تعامل استمتع باللحظة أنا مش بقول إن ده بيحصل أنا دي نصايح استمتع باللحظة لحظة النجاح وتوسم النجاح طالما أنك تملك الأدوات الموهبة واللياقة البدنية والالتزام والتواضع مع النجاح ده كلام مهم جداً وعلى فكرة الزميل سيف زاهر يمكن أيضاً أشاد بالروح اللي كان عليها فريق الأهلي في مباراته في كرة السلة نشوف لقطات النجاحة النجاحة كل اللعيب للنادي الأهلي بيقول لهم لأ بص مدير فن كبير إنجازاته مع الأهلي بتتكلم عنه مدير فن كبير وأخلاق كبيرة جداً وحتفال بأدب وهدوء جداً 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 لقطة مهمة نائب رئيس النادي الأهلي جنب رئيس النادي الاتحاد جنب رئيس الاتحاد الباسكت أمسلم أهل أسو محمد بن صلحي عادي جداً فيش فيش حاجة خالص 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 أمور واحترام وعلاقة طيبة وما فيش أي حاجة خالص دي لأ عايز أتوقف عندي وجس شوية لأنه الرجل ده محترف قوي وعنده شخصية أنا مصدق أنه رفض أنه تشال لأنه رغم أنه حامي لكن عنده وقار نحتفل بوقار أنا ما تشالش وترموني وتجبوني يعني وجهة نظر كان له تفسير كمان أنه مش عايز ينسب العملية لنفسه بالضبط أنا لسه جاي لك ثانياً أنه عايز يشعر لعيبة أنا مش عارف أشهلكم ما أنتم معايا في النجاح ده أو أنتم يعني اللي طبقتوا فكري بموهبتكم والتزامكم فخلينا نحتفل بالشكل الراقي مع بعضينا الفرحة عارمة ماشي عايزة مناخشة فرحة من القلب الكاس غايب من 2018 والله لو أنت بتكسب كل يوم حتلاقي الفرحة دي طبعاً طبعاً شوف أدي حتى عمر زهران اللي أنا يعني من اللاس اللي بوجه لهم هذه النصيحة أننا نحتفل بتواضع أمام النجاح شاب كويس جداً والده كان لعيب هايل جداً وراجل قوي وعنده أخ أصغر منه برضو كان طلع لعب في رستين معه مع أوجيستي ودي أحمد إسماعيل أ اللي بقولك عليه صاحب السلسية الحاسمة في النهاية ودي الروحة الرياضية لقطت أكتر من رائعة وعشان الخبرة 46 سنة إسماعيل أحمد ده 46 سنة وشوف الأداء اللي قداه والوقت اللي قضاه في الملحب والجمال فإنه بقى راجل شبع مواقف فمش منهار لأن الماتش يعني لأنه شبعان انتصارات خبرة عميقة جداً اتحد السكندري من الأندق القريبة إلى النادي الأهلي وجماهيره والأهلي قريب من النادي التحاد وجماهيره ويعني لقطة بتعكس الروح الرياضية تماماً لسادة هذه المباراة وقبلها كان الأهلي برضو مع زمالك عام الماتش هايل جداً فاسبع عشر دقات فارق اللحظات الأخيرة في الماتشات الأخيرة أو الماتشات البطولات كانت بتشهد لحظات الحاسب وكأن بلاس تسعين هي عدوى وروح وثقافة في كل الألعاب الحياة على مستر أوجستي رفضوا لأنه يتشال أو أنه يخطف الكاميرا من حد يهاب أمين واحد من النجوم الآلي البارعين جداً المؤثرين الحياة برضو علم مع الجمهور من ساعة كبر يهاب أمين اللي بقى له سنتين بس لقى بقى نجم جماهير كبير هو وزميله يهاب أمين نتكلم على دور أوجستي معاهم نشوف عايز برضو سألك على اللقطة اللي مع أوجستي وانتوا رحيم بتشلوه هو الرجل بيقول لكم يعني لا خلينا نحتفل مع بعض هو دايماً بيعمل معنا كده بعد أي مكسب لمباراة أو لمسولة عمرو ما بيحب يخد الفلس نفسه أو حتى يتصور في كاس أو أي حاجة دايماً بيحب أن احنا يعني ودايماً حتى الأطاعي البقاء الحاجة ودايماً بيقول لعيب اللعيب اللعيب ومسولة يعني دوره مهما قلت يعني هو كبير كده في اللي احنا بيعمله المسيب ده كمان عجبني جداً الروح الطيبة جداً بين الفريقين النهاردة ودي وده شيء مهم جداً بيفرق معنا آه طبعاً يمكن فريق الاتحاد وفريق الاهلي في ريتينكوار جداً ويمكن نص المنتخب من أو ممكن أكتر من نص المنتخب جميع من الأهلي والاتحاد وكنا لفى مع بعض التفسيرات ها في العام كنت مغال من الزفايل وطول الموسم يعني من الجمع فيعني احنا صحاب طبعاً بره الملعب فاتيزو عمر الشام كذا حتم اللعبة دي معنا في المنتخب وصحاب جداً آه وزي ما حراك قلت يعني الروح الرياضية في ماتش سيم الفاينل والفاينل بعد الماتش كلها بسلم على بعض سواء أي أن كان من المسال فدي حاجة كويسة يا شوف يا بأمين هذا اللعب المهوب اللي في البطولة آه العربية هياخد أفضل لعب في البطولة وأول أمس أفضل لعب في البطولة إنسان بسيط متواضع بمثل النموذج اللي بيقولك عليه وأنا كنت إيه تربطني بخوه من أيام المفاوضات التوقيع للنادي الأهلي علاقة آه أخو دكتور هو زي ويكون ولي أمره رياضياً يعني هو شاب مثقف جداً وفاهم جداً فبقوله مبروك وبتاع آه دكتور شريف قال لي أنا أهاب جنبي عايز أكلمك أكلمته باركتله وقلت له أهاب هتكلمك أو أنت بتبطل في النادي الأهلي قال لي لسه بدري وانا عندي ستة عشر سنة تقوله بدري واخري ده قرارك لكن في النادي الأهلي أمنيتي دي أمنيتي لأنه لعيب الحقيقة موهوب أعلى خلق ما تسمع لهش مشكلة هادي الناس كلها بتحبوا مهاري جداً يعني هو يعني في كل اللعب في حد يدفلك المتعة جانب جانب الخطة بتاع هو ده اللمسة واحد من الناس واحد من الناس دي هاي لأن الحقيقة فيه أكتر من حد في الفريق ده بيقدم لنا متعة فريق نتمنى أن نستمر مع بعضه وخلاص أنت بقى وردتوا نفسكو وطمعتونا عايزين المحترفين دور المحترفين لأنه وهو ده يحسن بال البطولة كبيرة ده كلام مهم ألف مبروك لكل الفرق الرياضية اللي مسلت الأهل أحسن تمثيل في هذه البطولات جميعها ولا أسعده كل جماهير الأهل وكل التهناء لكابتن روف عبدالقادر المدير قطاع الناشئين والكل المدربين اللي صنعوا كل هؤلاء المدربين اللي موسم حقيقة في النشاط الرياضي صحيح يبقى هناك الكثير في الغربان صراع على الضفاف النهر خسارة الأهل في مباراتين مش عايز يعني تقول صراع في النيل عشان الفيلم خسارة الأهل للمباراتين بتوع ساندونز والنتائج اللي حصلت في هذه المجموعة الأولى خلت الصراع على ضفاف النهر بين أنديت واد النيل الثلاثة الأهل والهلال والمريخ الثلاثة تساوف أربع نقاط الحظوظ مشتركة بين الثلاثة الأهل عنده تأدير واحترام كبير لأشقائه السودانيين في المجموعة بكرة أولى المباراتين يعني الأهل بين الهلال والمريخ المريخ مع الأهل لأنه دي مبارات المريخ اللي اختار بلعب الأهل ليه ثم يوم اثنين حتى الآن مفروض اثنين أبريل الأهل والهلال أيضا في القاهرة النهاردة مستر بيتسو مسماني أعلن القائمة اللي دخل بيها المعسكر فيها 22 لاعب محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ياسر إبراهيم وحمد فاتحي وحسام حسن ومحمد شريف سين الشحات وقاليو ديانج وعمر السلية ومحمد مجد أفشا ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرس تاو ومحمد عب منعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر دي قيمة 22 لاعب الاجتماع الفني للمباراة القالة يلعب باللون الأسود والمريخ باللون الأحمر لأنه دي مباراة المريخ وده ملعبه ده يمكن بعض التدريبات في مران النهاردة اللي من خلاله تم اختيار اللعيبة اللي دخلت المعاسقة اجتماع الفني عقد النهاردة المرائب ومنسق المباراة وتم زي ما قلت لكم الاتفاعل لأنه الأهلة يلعب بالزي البديل اللي هو اللون الفانيلا السوداء والمريخ بالفانيلا الحمر كاملة وتم الاتفاع على كل الإجراءات التنظيمية والحياة نادي المريخ يقيم في القاهرة بلده وعنده سعادة كبيرة بكل ما يلقاه من ترحاب طبيعي هي دي العلاقة الطبيعية بين الأشقاء في لطة كده جات والقائمة ها هيجيلها لا بس أنا عايز أقول تعليق عليها هو الوقت بيجي بسرعة كده في 12 ساعة يحتو ثلاثة أسابيع هنجيلها ده لغز كبير هنجيله لكن قبل المباراة كانت المؤتمر الصحفي للاتحاد الأفريقي اللي بنظمه لمدرب وكابتن كل فريق مستر بيتسو موسيماني نشوفه في مؤتمره اليوم أتمنى أن نعلم المعروف في موضوع كي لا يمكن لأنه ليس موضوع لأنه إن شاء الله كل شيء يعمل وإن نحن المعروف نحن سوف نحن المعروف مباراة على أرضنا ونش على أرضنا لأن الميلاح بدأنا على أرضنا مفوض نلعب ألغ بس وإن طبيعي لأن نالغب بس ويجب أن نقوم بأداء طبيعي لازم إليه أهمية كبيرة لأهمية لازم دير و أداة مختلف ولازم نكسن براه وإن شاء الله هنكسن براه حنفوز بالمبراه نعم عندما تتعامل على الأخلي لديك تقرير على كل المعام ليس هذا المعام إنه حياتك إذا كنت تتعامل على الأخلي لديك تقرير على الأخلي لذلك نعيب مع الأخلي علينا يجب أن استعمل معavasاء هذه التساعدة من نapsو transmائية لا يمكنك ايهاد ISO على freezingة ثقائية aurيكا نتحتاجه نعيب من زهم نتنعني لع ladies علينا دعنا هذا كبير لأ toesف على أي وقت على التعامل كبيرi بإمكانه هذه الكاوب، بإمكانه أو كاف سوبر كاب، أو كاف سوبر كاب، أو كاف إمكانه داوري، أو كاف كوب. نتعلم لكنا مع ذلك. كل بطولة داخلها احنا مطلبين احنا فارق كبير مطلبين نحن نفوز بيها ونحق اللقب بتاعها سواء مطولة الدوي سواء كاس مصر سواء كاس بطولة دوي الأبطال أفريقيا أو السفر الأفريقي أو حتى في كاس العالم ما بتلعب مطلب مطلب نفوز تريد دائما عليك الضغط فالضغط ده جزء من حياتنا احنا معتدلين عليه وزي ما قال حياتي موقت ما جيت وانا عايش مع الضغط ده وحنا فود كلاعيبة كبار كفريق فيه لعيبة كبار نازم يديروا الضغط ده وحنا كده يجب نتعامل مع الضغط ده واتعايش معه سيقاعد مطلب 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 فلا نحن بجيب نتعامل مطلب 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 حتى في قط الدفاع حتى في ماتش بيرامز لعبنا كان فيه برضو تعدين ما حذر كسمك لات أسافه بس برضو كان فيه مشاكل ده طبيعي درزق مكورة القدم لازم يكون عندك حاجات تسلحة في كل مركز ده شئ طبيعي فهم نعمل شعلك حتى عندك عدد خط الدفاع حتى عندك يكون لدينا جيدة نعمل مجرد نعمل مجرد أن نعصل على لعشابات محبات و لعشابات نعمل مجرد هكذا لعباتنا أيضا في الهجوم حاني تتعامل اليوم كانت أولاً تتعامل أولاً تتعامل أولاً تتعامل تتعامل اليوم لذلك كانت أولاً تتعامل اليوم لذلك أولاً ستكون مستخدمين لكنهم تتعاملوا لذلك يجب أن أتحدث مع الدكتور في صورة المتحدة لتعامل وإنقاذ وإنقاذ محرور عن كيف يشعرون لذلك لم أكن أحياناً لأنني أدخل من الدكتور يقعد مع الدكتور اليوم لتأخذ الانتباعات ومدى جهازيتهم للمشاركة وهو بالحاشة يقعد معهم لأنه بعد ما خلصنا عطول تحركنا لشان نحضر المقتمر وبناءً فدوق اللي حيقوله حيقر إذا إن شاركوا أو ممكن ما يشاركوا شوفوا لما تشوفوا طريقة الكلام والصوت تعرفوا أن الرجل ده شايل هم كبير قوي في اللحظة دي وهو قال إن إحنا أكتر فريق مضغوط في أفريقيا وده ما أكده تصريحات هتشوفوها بعدين لمدرب سانداونز وقال كمان نقطة بتؤكد إن في الجداول المضغوطة دي لو جات لك إصابة بسيطة حتى ممكن تفقد فيها لعيبة ما فيش وقت لإنك كنت لعبتك تتعافى من الإرهاق حتى من الإحساس ببعض الألم من كدمة عادية هذا لا يمكن أن يستمر ولا يمكن أن يحقق أي نوع من تكافل الفرص ولا العدالة للناس اللي هي عايزة تقلب الحقيقة وتلعب في العلاقات على طول والمدلل ما لو المضطاعد يتعمل فيه يعني لو لقى لمدلل طب يوم ما يضطاهدوا سيعملوا فيه صحيح يعني هذا إيه ده الراجل مش عارف حتى يعرف يعني أصبح الدكتور هو العنصر الأهم دلوقت في نادي الأهل لأنه على طول عنده أخبار على طول عنده أخبار أو مطلوب منه أخبار نتمنى يعني ماتش بس الأول يعد بكرا على خير وبعدين نتكلم بقى على الهلال نشوف إيه حكايته أخر طيب كابتن الأهلي في المؤتمر أيمن أشرف يتكلم أيضا عن مباراة المريخ نشوفه بدأت الكلام طبعا إحنا ننادي الأهلي يعني دايما عندنا الحصوص قدامنا متاحة إحنا واخدين اتنين دورة أبطال واربعات واثنين صوبر واربعات فأعتقد إن إحنا فرقة كبيرة واللعيبة اللي موجودة كلها خبرات بشكل كبير ونقدر نتعامل مع المواقف الصعبة طبعا ماتش بكرا مش هيكون سهل لكن اللعيبة بخبراتها الموجودة وبتعليمات الكوتش طبعا قادرة تعدل الموقف دوت إحنا حطينا نفسينا في الموقف ده وإحنا قادرين إن شاء الله نطلع منه بالجهد وبالعرق وبالقوة بتاعتنا في الماتشاط إحنا لما اللعيبة بتركز دايما كلام كابت الفريق محمد الشيناوي واللعيبة الكبار وواليد سليمان وايمن أشرف ورمي ربيعة وعمر السلية دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم إن إحنا لعيبة كبار وعندنا خبرات والفرقة عندها خبرات بشكل كبير والماتشاط الكبيرة دي اللي بتصنع النجوم فأعتقد إن الماتش بكرة مهم جدا إن شاء الله نقدر نحايا تتفن بإذن الله بس دايما اللعيب النادي الأهلي بالذات متعود على الضغوط دي ومتعود على كمية الماتشاط دي فدايما لازم يكون اللعب يعني عنده درايب نفسه كافية إنه يقدر يعمل استشفى كويس ويقدر يرايح نفسه كويس فأعتقد يعني اللعيبة كلها عندها خبرات كويسة في الفريق إن هي تقدر تعمل دوت وتقدر تعمل استشفى لجسمها طبعا ضغوط الماتشاط طبعا بتبقى كتيرة لكن ده طبيعي جدا اللعب النادي الأهلي يعني إنه هو يبقى محطوط تحت ضغط وبالذات اللعيب اللي بيروح منتخب مصر أو يعني منتخبات عموما لكن هو ده قدر لعيب النادي الأهلي وده قدر النادي الأهلي إنه يتحطى تحت الظروف دي بس بس في الآخر لازم تقدي ولازم لما تكون في المنعب تقدر تقدي بشكل كويس وشكل يليق بلعب النادي الأهلي عشان تفرح جمهور النادي الأهلي طبعا مباراة مهمة جدا بترتب عليها إنها مباراة مهمة بترتب عليها إن إحنا موقفنا في المجموعة مش أحسن حاجة لكن قدامنا مطشين مهمين جدا يساعدونا من المجموعة فأتمنى إن شاء الله البداية بتاعتنا تكون بكرة كويسة ونحاق التاتابونت مهمين جدا يعني إن شاء الله طيب ده حديث الكابتن أيمان أشرف كابتن أيمان أشرف وهو بيقول عندنا خبرات وعندنا ثقة واتربنا على ثقافة معينة ونتحمل الضغوط ولكن وعايزين نراكز في المطشات الكبيرة زي ما الكابتن محمد شنابي قلنا وأنا عايز أقف عند الكلمة دي لأن الحقيقة الموضوع يتجاوز القناعة إن كتب عندك هذي القناعات لكن لحظة شروط واحدة قد تكلفك مش بس فقد بطولة أو الخروج من مشوار ناجح أو حتى ضيع فرصة كتاب التاريخ خاص جدا يعني أنا أكتر أكتر مرة دقيقة الجون اللي جيه فينا هناك لأن إحنا رايحين وأنا متأكد أن لعيب عشايلة المسؤولية والمطشي كان في معظم لحظاته بيقول هذا الكلام لكن إنك إنت يخش فيك جون من كرة سابتة هي دي لحظة عدم التركيز بالطريقة السهلة دي يعني إحنا بنقابل فرق أستاذ إبراهيم بتتكدس أمامنا في الدفاع لا يمكن نلاقي الفرصة دي إن واحد يجي من بعيد يعمل ببطن رجل وكده ويبقى لوحده مش عايزين يا جماعة لعيب داخل المنطقة أو خارج المنطقة المؤثرة أمام منطقة الجزاء يبقى في موقف إنه مش مراقب أو إن حد بيضغط عليه هذا موقف دفعنا تمنه في الماتش اللي هنا بس دي كرة عشوائية تلعب بالضابل كيك يوصل لوحد بس كان لوحده لو حد ضغط عليه ليه واقف لوحده في الحتة دي كلمة ليه واقف لوحده هي مربط الفرص اللي المحلل يقولك التمركز ما مش التمركز مش معناه السبات معناه التواجد توقف صح في الوقت تواجد في التحرك هو ده التمركز لكن إن إحنا نلعب في كرة ثابتة بهذا السبات كلفنا الموقف الحارج اللي إحنا فيه ده وإن كانت النتائج إنك تتعادل مع الهلال في ملعبه أو إنك تخسر واحد صفر من سانداونس في ملعبه ممكن تبقى مقبولة طبعا الماتش اللي عامل الفارق كله والدربكة كلها هو الماتش اللي خسرناه هنا اللي لعبناه في رأيي أحسن مباراة لعبناه لكن ما كناش موفقين وبرضو حتة إنك إنت مش مطاقع نيجي الجنب فيك بالطريقة دي لأ أنا عايزك تتوقع أنت عارف يا سيد إبراهيم أنا تملي أقول للشباب اللي بيسوق بتوع الغرز والتشميس والعاجات دي هاتوا متمكنين جدا 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 لكن إنت وانت عام ما تعملش حساب غلطتك الغير اللي جنبك بقى لما يغلط هتعالج إنت دي إزاي إن ما كنتش مركز في أخطاء الغير أو فرص الغير ما مش هتوب أخطاء ما تنتظرش الخير ما تنتظرش الخير هتغلط وهتعمل حادثة وهتحاسب وتقول أصل ما دي هو ألابها معذور فيه ألابها معذور فيها هنا لكن اللي واقف لوحده ده اللي كان مكلف بالتواجد معه مش معذور ما تسيبش لحظة في المباراة وإنت بتقول يمكن تعدي ويجوز ما تعديش تخسر بطولت الدوري ما تشن تلاتة بالطريقة دي ودي الموقف الصعب جدا جدا يا جماعة ده موضوع الهلال تصور الهلال مش عايز من الليلة دي كلها غير أن يكسبك أخر ماتش يعني أنت لو قسمت بكرة وليلة غلبك حتى لو قسمت سانداونز فرصه أكتر منك هي عموماً المجموعة تلعبك لأنه حتى سانداونز بالمناسبة حتى الآن رسمياً لم يتآهل لم يتآهل بعد نظرياً طبعاً أنت يمكن يمكن بس لا قدر الله أن الهلال يكسب المطشين القرار بتاعنا فدنا إحنا على فكرة ليك لارك الإنجليز المدير الفني للمريخ تحدث مع الزميل محمد توفي مراسل قناة الآلي عن ظروف هذه المباراة نشوف معنا المدير الفني في المريخ السوداني مستر ليك لارك مباراة النادي الأهلي مباراة العودة مباراة حسيمة في مشوار التأهل أهدفك من المباراة وشايف مباراة ذلك بكرة ماذا تعتقد؟ نعم كل المباراة التي تعتقد أنه يكون مباراة أحداً مدير الفني؟ أنت تتحدث عن مدير الفنيا أو الممتعات الأفريقية أو الممتعات الأفريقية فقد أنه بحث في الممتعات الأفريقية هم أخواناً أمين أن أحبهم لكن لا أتنبهم فتناني أعادي مدير الفنيا نحن نؤمن إذا كنا نستطيع الانتهاء بعد سنوات سوى لجل أخواناً الأسفل ثلاثًا يمكننا التعليل مع أفضل المصطقة ونحصل على الحقوق لتوقفنا في نصف قضية سننجد التعليم مع أهلي سنجد الفضائر على عريك سنجد المداربة مثل ميزماني تثبت على النهوة الأفضل في أفريكيا هذه المباراة ليست سهلة ومن أسوالين أداء جدا ونحاولنا نفس الأداء في المباراة بكرة ونحاولنا نفس الأداء بكرة ونشاء الله كل شيء تكون تماما شايف موقفه في المجموعة حزوز السعود من العرب لسعود في المجموعة؟ تم مرحلوا الكثير من المجموعة من قبل البلاد. لذلك يجب أن يقتنع كل مجموعة حين ذلك. ولكن نحن سواء ونبدأ بالجموعة. أنا أشكراً، هذا هو السبب للمجموعة، لأنني رأيت هذا المجموعة في المجموعة. ورغم استعمال المعاملين والمعاملين في آفريكا. لقد أستحقاً منها. طبعا المبرزة دي بتفرق كتير المجموعة صعبة صعبة جدا بين الثلاث فرق الهلال والأهلي والمريخ بحاول نعمل أكبر حاجة نقدر عليها عشان نقدر نعمل نفس الأداة اللي عملناها المرة اللي فاتت وانا شايف ان المجموعة صعبة جدا على الثلاث فرق ونشوف اللي هيعمل أداء كويس واللي هيقدر ياخد المطشين اللي جايين دول هيبليل الحظوظ ان هو يصعد المجموعة طبعا شيكة بالنسبة لي ودي حاجة يعني سبب من الأسباب خلاني أرجع للادي المريخ ان المجموعة صعبة وطبعا المجموعة الصعبة بيبين ان في مدربين كويسين بيشتغلوا مع بعض انا عايز اثبت ده شكرا هو شوفوا هتسمعوا هذا الكلام من المدربين المحترمين دائما الإشادة بالمنافس اخصصا لما يكون المنافس ده النادي الأهلي لانه التاريخ خليك تقول هذا الكلام لكن النبرة الهادية التي يتحدث بها المريخ عن مباراةه مع النادي الأهلي الحقيقة حاجة نتمنى ان تسود بين كل الاندية مع الاشقاء وفي نفس الوقت المريخ لما بيقول ده ملعبي هو خلاص هو ملعبه هو متأقلم عليه هو كانه في معسكر دائم في مصر حتى المناخ ودرجة الحرارة والموعد التدريب والملعب والإحساس بالملعب وهو ليس غريبا هو يعني صاحب بيت هو صاحب بيت فحزوزه حزوز صاحب البيت كان الكلام على يجارب من تدريبه على فكرة النهاردة هم ايوا الماتش صعب لأنه هو تبادل مع الهلال الفوز والهزيمة يعني الغريبة بقى أنه خسر على ملعبه اللي هو هنا وكسب على ملعب الهلال لا لعكس ايوا هو كسب في ملعب وكسب هنا وكسب هنا وكسب هنا وخسر منطقي يبقى نتائج الهلال والمريخ منطقية حتى التعادلات عشان كده المجموعة محطوطة في هذا الضغط الكبير جدا يعني ولذلك النتيجة الوحيدة الشازة لو أنت كسبت هنا كانت بقى هتبقى مجموعة عجب صحيح طيب كمان أكرم الهادي حارس مرمى المريخ نشوف كلامه في المؤتمر كان في خيبة أمال كبيرة يعني مسيطرة على الأسرة كلها لأنه ونحن أسرة واحدة مع بعض كان جهازنا الفني هو اللاعبين ومجلس الإدارة وحتى جمهورنا نحن في النهاية أسرة واحدة مع بعض الحاجات اللي بتتقال عن مشاكل حاصلة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني وكده أنا أفتكير أنه دي حاجات إدارية نحن كلعبة ما عندنا دخل في الحاجة دي نحن فاصلين حياتنا تماما نحن كلعبين وجهاز فني عن الحاجات اللي دارية ممكن تحصل فنحن أسرة مع بعض جهازنا الفني واللاعبين نحن كلنا عايشين أسرة مع بعض حتى الكلام البدغاري الفترة الفاتت نحن جينا الغاهر هنا قبل ثلاثة يوم ومن تزمين في معسكرنا كلعبين والجهاز الفني طبقنا التكتيك والاستراتيج بتاعت الكوتسي الطلبة مننا ننفيذها في المباراة وإن شاء الله زي ما قلتك بأننا من العدد الفريق بسيطر وبهيمن على كل شي ولازم عشان تتغلب عليه وتحقق نتيجة إيجابية لازم تكون في كامل تركيزك وفي أفضل حالاتك إن شاء الله نحن بكرة يكون الكلام اللي أنا قلت بانطبق على الله إن شاء الله أنت بكون عندك أنت لازم تغاتل يعني ندوز برضو تكون خارج ملعبنا في النهاية نحن لازم نغاتل أنت كفريق عايز تترشح بتواجه هندية كبيرة أنت لازم تكون مع الكبار يعني أفتكر إنه المصيان دي إنه نحن لازم نكون كبار عشان التاريخ تذكرنا إن شاء الله طيب أكرم الهادي الحياة يمكن أشار في بداية كلامه لمشكلة كانت حصلة بين اللي كلارك المدير الفني مع إدارة النادي ولو لاحظتم وإنه لي كلارك قال إنه علشان طموح المريخ في المجموعة وظروف المجبوعة وفقت إنه نرجع لأنه كانت الصحافة السودانية تكلمت كتير على إنه الرجل مشي وساب النادي وفي مشاكل أكرم الهادي قال لك إحنا كلعيبة عزلنا نفسنا عن أي أمور ما إحناش طرف في المشاكل اللي بتتقال مركزين في المباراة مقدرين الأهلي وعارفين أهمية البطولة وأهمية المباراة اللي علينا لا إحنا المباراة اللي فاتت مباراة المريخ الناس كان عندها قدر من التاريحة شوية عشان كده عاننا في فترات كتيرة من المباراة النهاردة لا المسألة لا تحتمل أي شي غير التركيز التامة باش وانس مؤكد التالت فرع عندهم نفس الحظوظ أي وإن كان نتيجة الهلال أخطر نتيجة الهلال أخطر فأتمنى أتمنى نعمل ماتش كويس بكرة حتى من باب الناحية تبقى النادي الأهلي بس تبقى أنت موجود في القاهرة ما ما ينفعش يعني تؤدي ومش كل مرة يصدفنا سوق البخت يعني لازم يبقى عندنا برضو حلول من عندنا احنا بقى تتعامل حتى حتى لو عنادك الحظ لا ننسى الحظ حكز حتى ما أنا بقولك كل حاجة ما تغلطش انت خذ بالأسباب بالظبط مش مع الحظ عندني وبعدين غلط غلطة دخلت جون مش عايز يوم ما عندني الحظ أنا ما غلطش بس ده مهم جدا طيب دي الجولة اللي قبل الأخيرة إذا كان الأهل هيلعب مع المريخ ستة مساء الجمعة الهلال وي سانداونز في أم درمان هيكون السابت الساعة ثلاثة إذن السابت الساعة ثلاثة العصر الهلال وي سانداونز المجموعة والأهل والمريخ والهلال أربعات المجموعة التانية بقى لأنه الرجاء المغربي حسم صعوده بنسبة كبيرة بتسع نقاط سطيف عنده ستة وأمازولو الجنوب أفريقي ستة وحوريا كونكري عنده تلاتة الجمعة إن شاء الله ستة مساء في الوقت اللي الأهل بيلعب فيه هيكون الرجاء بيلعب مع أمازولو في جنوب أفريقي والجمعة تسعة مساء سطيف الجزائري مع حوريا كونكري في الجزائر دي المجموعة التانية الرجاء تسعة وصطيفه أمازولو ستات طيب المجموعة التالتة بقى الترجل حياء تقريبا برضو حسم صعوده لأنه عنده تمن نقطة هو وشباب بيلوزداد والنجم الساحلي عنده تلاتة فقط وجالكسي عنده نقطة هذه المجموعة يوم السبت المباراتين هيبقوا السبت جالكسي مع الترجل الساعة ستة وبيلوزداد مع النجم الساحلي الساعة تسعة مجموعة الزمالك الزمالك تأكد خروجه منها مبكرا لكنه سافر لأنجولا عشان يلاعب بترو أتلتكو هتبقى المباراة يوم السبت الساعة تلاتة العصر سجرادة الأنجولي بيستقبل الوداد المغربي يوم السبت الساعة ستة يعني ده تلاتة وده ستة وورا بعض الاتنين على نفس الملعب بترو أتلتكو عنده عشر نقاط الودادة عنده تسعة الاتنين اتأهلوا وإزا مالك بنقطتين وسجرادة بنقطة تأكد خروجهم يعني هو سجرادة الحقيقة وهدي دي خطورة أنه بقى معك فرقة أضعف من بقية أنك مباراة واحدة ممكن تخضي على أملك أي هو مفاجئة البطورة مش المجموعة بترو أتلتكو وإن كان فيه ناس قالت أن بيترو أتلتكو المرة دي نسخة مختلفة يعني فيه ناس اتكلمت على قوة بيترو أتلتكو استعاد شخصيتها الفين واحد آه فسعدات كمان عشان جال بيرتو آيو في الجهاز آه طبعا لكن لكن كنا نتمنى حظوظ أفضل للزمالك ونتمنى حظوظ أفضل للأهل بإذن الله وفكروا يا جماعة حللوا النبي المسؤولين عن حللوا إيه اللي بيحصل للفرقة المصرية آه في البطولات دي حتكتشفوا حاجات تقدروا تعالجوها طيب أهمية المباراة وأهمية البطولة وأهمية التوقيت خلت الكابتن محمود الخطيب يروح لتمرين الفرقة يلتقي باللعيبة والجهاز الفني يكلمهم في المختصر المفيد كنت لكم عارفين إن الكابتن الخطيب الفترة الفتت كانت في أجازة أو في راحة طبية لكن جيل الفريق التقى بيهم كمان كان جيل أيضا لفريق كرة اليد وفريق الكرة الطائرة جيل فريق الكرة علشان شايف إن التوقيت ده كرة تسأله لا التقى باليد والطائرة والسلة والسلة بريكلو تمام واستقبل هتلاحظه حتى يعني اهتم إنه يشوف اللعيبة الجهاز تكلم مع ميستر موسمان شوية ومع الكابتن سيد عبد حفيز وجمع اللعيبة كلهم وقال لهم الكلمتين اللي دايما وابدا بيبقى حريص على الكابتن الخطيب إنه يحطهم في الصورة دعم مجلس الإدارة مسندته ليهم ثقة النادي فيهم انتظار النادي منهم وكل الجماهير إنه يكونوا على مستوى تمثيل الآلي ده فريق يا جماعة واخد بطولة أفريقيا مرتين واخد الصبر الأفريقي مرتين واخد ثلاث العالم مرتين هذا الجيل وهؤلاء اللعبين اللي عملوه محدش عملوا في أفريقيا من فترات طويلة إنك تاخد دور الأبطال مرتين على التوالي تاخد الصبر وتاخد ثلاث العالم في المرتين عشان كده ثقة الأهل فيهم وانتظاروا منهم الكتير إن أنتوا تكونوا عند مستوى إن أنتوا أبطال وأنا مدرك النجاحات اللي تكلمنا عليها أتمنى أن النهاردة يكون اللعبة نسيتها أنا بنقول لهم خلاص أنتوا الجدارة واضحة لكن ما تشتغل على الماضي على الماضي أنت في موقف حارج مش هيشفعلك كل النجاحات دي أنت هتنزل بكرة لازم تكسب ولازم تكسب بأداء أحيانا يعني أنا كنت ممكن أقبل بعدم الهزيمة في جنوب أفريقيا بدون أداء أي إن أنا أدافع وأداء المساحات والفرقة متلحمة ومحدش يبقى واقف لوحده على حساب الاستحواز ماشي علشان عندي هدف هنا أقدر أرفع شعار تحقيق الهدف قبل الأداء لكن أنا في ملعاب دلوقتي وعندي أفضلية فنية وعندي دوافع ما قدرش أقول ما عنديش دوافع وعنده الخشية أو الخوف الخوف الصحي مش المرضي اللي يشئلني إن أنا أنا يعني يا رب بكرة يكون مصلحة حقيقية وبرضو رسالة أنا الأهلي في كل الأحوال أنا الأهلي في كل الأحوال دي جملة أخيرة من المهندس عدلي نطلع منها لفاصل وبعده نتواصل أعلم بحضراتكو من جديد أيضا اهتماما بهذه المباراة وبالظروف اللي الأهلي وصلها كان فيه واضح من الصحافة والمواقع إنها بتولي هذه المباراة اهتمام خاص الأخبار قالت الأهلي بيجهز الكتيبة الحمراء لخطة العبور الأفريقي موسيماني يطمئن على هاني وفؤاد ويطالب التركيز في مواجهة المريخ الأهرام كمان قال موسيماني يحذر من موقف الفري في دور الأبطال ويطالب اللاعبين بالدفاع عن اللقب الجمهورية قالت الأهلي جاهز للانقضاض على المريخ وفي الشروق موسيماني يغير خطة الأهلي أمام المريخ السولية وديانج في الوسط وعبدالقادر أساسيا الأهرام قالت موسيماني يثير الغضب في الأهلي المدرب يكتفي بتدريبين قبل موقعة المريخ في أبطال أفريقيا رجعنا تاني لنغمة قبل كاس العالم حد يدي 12 يوم راحة حد يعمل خلاص بقى جماعة احنا اتفقنا يعني أنا لدرجة أنه سمعت تحد بيقول الأهلي واخد أربع تيام أجازة وكلمة تتقال فالمواقع تمشي وراها إزاي موسيماني مدي أربع تيام أجازة ومواقع كتبت وناس حكت كتير فيها فترجع تلاقي الأهلي لعب في جنوب أفريقيا يوم السبت طيب والسبت الأهلي ما تمرنش لأنه كان بيلعب طيب يوم الحد الأهلي ما تمرنش لأنه جاي من الصفر في نفس اليوم جاي تسع ساعات صفر ووصل صباح يوم الحد احنا بنشتك من الإرهاق والضغط المباريات والإجهاد يشافر طول الليل يعني الأجازة يوم الحد ده يوم العودة اديهم أجازة يوم الاثنين يوم الثلاث اللي عبت جمعت وعملت استشفاء يعني مش حتى في البيت لا هم جوم النادي وعملوا تدريبات استشفاء في النادي ودي تدريبات مهمة لازم يشوفون في التقسيم واتمرنوا الثلاث واتمرنوا الأربع والنهارده الخميس ايه فكرة انهم خدوا أربع طيام فتمشي المسألة ما أنا بقول لكم احنا لازم نقتل البغبغانات الإعلام بتاعنا إعلام بغبغائي كل ما تتقال في موقع في برنامج في مش عارف إذاعة في تلفزيون تلف الدنيا كلها على كل الوسائط الإعلامية عالم تدور على قف دي بدأت منين الآله لما بيقول أنا محتاج فطرة بينية لا تقل عن خمس أيام أو ست أيام بين المطشين وخصوصا اللي فيه مصافر عشان يدي الراحة بالزبط مش عشان يجهد اللعيبة وبعدين يا جماعة أهل مكة أدرى بشعابها ما هو هو الراجل هو اللي شايف اللعيبة والقياسات البدنية بتاعتهم هو اللي شايفها ده الكلام بس يعني المهندس عدل فكرنا بحاجة إنه الراجل لما مده كام يوم أجازة قبل كاس العالم للأندية الناس زمت عليه جامد واتهموه وووو ولما ظهر على الفكرة بحالة بدنية كويسة وإحنا منهم عشان يعني قلنا لأ الراجل كان فاهم صح فيعني نتمنى بس لأنه بصوا بقى تفر في كل الجرائد والمواقع إلحى ده خد أربعة طيب يا عم ما تحسبوها أنتوا بالشكل ده عايزون أنه يمران يوم المباراة خلاص هو الرسالة هو مسئوليته وهو يعملوا بالزبط اليوم السابع المسلمان يهدد نجوم الآهل بالدكة بسبب الحلم الأفريقي الأحمر يخوض آخر مران قبل مباراة المريخ ومؤتمر صحفي والاجتماع الفني لموقعة الغد الوفد مسماني يرفض الانشغال بأزمات الفريق السوداني المفتعلة والأهل يتجاهل ألعيب المريخ ده يمكن كان المحتوى الصحفي حول هذه المباراة لكن عندك تعليق؟ لا لا طيب إيه أفضل طريقة الأهل ممكن يواجه بها المريخ ده سؤال طرح وأجاب عليه الكابتن وليد صلاح الدين تلاتة أربعة تلاتة يتقلق فيها النادي الأهلي لما حمدي فتحي يبقى في قلب سردباكين منهم أيمن أشرف عشان علي يطير وأيمن يبقى باكلفت ويبتدي هجمة دي النموذج الأمثل لتلاتة أربعة تلاتة لما بيكونش موجود أيمن أشرف الراجل غزب عنه يبلعب أربعة تلاتة تلاتة فبيزق حمدي فتحي في نص الملعب وتلاتة عاديين يبلعب أربعة تلاتة واحد الطريقة العادية أربعة تلاتة واحد مش هتتلعب غير في المباريات اللي مش من العيار السقيل اللي هي في المتناول يعني المريخ اللي جاية قادر ألعب أربعة تلاتة واحد وعلى فكرة الأداء الأهلي في أفريقيا متأثر بأداءه في الدوري الراجل السنة اللي فاتت اهتم بأفريقيا على حساب الدوري هو السنة دي مركز بشكل كبير جدا في الدوري وده واخد منه في أفريقيا ما فيهاش مشكلة بس اتفرج على الأهلي في الدوري حاضر في كل المتشاط اسماعيلي زمالك بيرامز كل المباريات الأهلي حاضر عشان عايز ياخد الدوري وليد صلاح هذا الموهوب الفني ولكن أرجع تاني أقول التحليل في الستوديو مبني على وجهة نظر عن معلومات عن بعض قد تتطابق مع أرض الواقع يعني أنا أميل إن أنا ما أقولش كيف هلعب الأهلي ده ما أميل إن أنا أقول كيف هلعب الآتي لكن هو كان راجل فني أنا بقى بحب بحب رؤيته وبحب وجهة نظر على فكرة هو نفسه وليد قبل كده قال ملاحظة مهمة جدا قال يا جماعة إحنا بنحلل بعد المباراة فبالتالي كل واحد بيتكلم على وجهة نظر محتملة أو مفترضة بيتكلم بعد ما المباراة تلعبت فبيعدل وفقا لوجهة نظره الكلام اللي هيقوله بعد المباراة لو كان مسلماني عمله وما سابتش نجاحه كان هيلومه عليه فانت خد بالك حاجة الكرة كلها هي وجهة نظر الرجل المدير الفني عنده وجهة نظر معينة فراضها ونفزها نجحت أو ما نجحتش تنجح أو ما تنجحش ليه ظروف كتيرة جدا ليه ظروف تتعلق بالمنافس باللعيب اللي بينفز بحالة الحكم بحالة الملعب أسباب كتيرة جدا تأثر على نجاح أو فشل فكرة المدرب اللي عايزها من المباراة أو من الشروط فبالتالي المحلل يرجع بعد المباراة يحلل إيه الأفضل وإيه الأصوب من وجهة نظره بعد ما العمليات انتهت لكن لو قبلها أكيد كان يبقى الكلام مختلف ما هو لو المسألة كده لو لو كان أنا أرعى أن يلعب كذا كذا هي دي اللي حتكسبه دي تايته الإناهة يبقى خذها إنت تديتني الرشدة خد الدواء ده درجة الحرارة حتنزل بعد يومين الكوحة حتروح خلاص لكن لما لما كن إحنا حتى كلنا بما فيهم المحللين قعدوا هذه اللحظة لحظة أنه كاتشن وكان بيكسب ويخسر ده معناه إيه أنه كرة القدم ليس لها قانون اعمل كذا عشان يحصل لك كذا إنما بتأخذ بالأسباب طيب مين اللي يأخذ بالأسباب أكتر واحد على دراية بيها في وجهة نظر يعني صحيح إنما أنت بتستشفي بعد فترة المدرب ده خواف شوية فحذر المدرب ده جريء بتهور فبيعرب في القطة الخطر المدرب ده متوازن هي في الآخر الثلاث أنمات دول ايه أو الرابع بقى اللي أنا بفضله المدرب ده عارف في كل مباراة تستحق إيه أخاف أندفع أتحفظ فلما لعبتي بتبقى حفظة طرق إيه وتيجي تنفذ بس يبقى الباقي بقى التوفيق توفيق بما فيها قرار من حكم أو توفيق في المباراة والمنافس ولذلك أنا بقول لك يعني أما بعد أسمع قبل الماتش المفروض يعمل كذا المفروض يعمل كذا طيب وبعد إيه طيب ولو عامل إنت عايزه وخسر مين المتحمل بقى أقول لك ما أنت اللاقين له ها مش هيحصن طيب لذلك أنا لكن هو السوريات التحليل اللي بره أستاذ براهيم سيبك بقى من المنطقة العربية والمش عارف إيه والكلام السوريات بتاعتنا احنا شبه بعض هل بيعودوا وتكلموا كده كان المفروض المدرب يعمل وكان المفروض يعمل أنا عندي والله فضون لا أنت لو تفرجت علي استوديو تحليل بره هي يدوب عشر دقايق بيقولوا تفسير اللي حصل ده سريعا وتفسيرات انطباعية لا ويقولك الجن حلو وفلان كان كويس النهاردة الظبط ويشير في اللعب أو لقطة يعلق على لقطة معينة إنما ما بعتقدش إنه حيمسيكم درب مشرح حيمسيكم درب ينتقدوه لا بطريقة كان المفروض يعمل وكان المفروض يعمل وكان المفروض يعمل هو يعني كان المفروض يعمل طب والمدرب التاني اللي عمل وكسب لو تسمع اكتب يا نصر وسجل يا نصر وده عندنا وتلاقي المباراة يا جماعة تلاقي بالتسعين دي اتحللت ستة تاربع ساعات بكلها بسيناريوهات مختلفة لأنه عايز أقولكو إنه أي مدرب لما تسأله هو استعداده للمباراة وشغله لها قائم على سيناريو هو زي المانس عدلي قال هو بيفكر المنافس بتاعه ده عقليته بإيه احتياجاتهم المباراة زي الأدوات اللي المدرب التاني بيستخدمها كعناصر واحتياجه هو كمدرب من المباراة دي ايه بيفترض سيناريو وهذا سيناريو بيتعامل معاه بشكل تكتيك معين ممكن يكون متخيل إنه الراجل ده هيدخل لأنه شخصيته دفاعية وإنه عايز يتعادل فيدخل إلى التاني بيهاجمه بسرعة وبعامل ضغط عالي وضغط عليه من البداية هيرتبك إلى أن يلاقي فرصة يعد الأوضاعه ويبدأ يقدم طرح جديد للتعامل مع الظرف اللي هو ما كانش متوقعه فهي هي سيناريو متخيل المدرب تخيل السيناريو وحط عليه خطته وطريقة اللعب وتشكيله في حاجة تانية قد يصادف وقد يخالف في حاجة تانية أثناء المباراة أستاذ إبراهيم وإحنا باللاعب نيجيريا أو المباراة اللي تعور فيها أكرب ربنا ايش فيه ايه اكتشفنا أن الرجل اللي ناحيته ده فايق جدا وبشكل خطورة وخصوصا لما خرج أكرب ولعب محنو عبد المنعم في غير مكانك ايه هنا ممكن ممكن من حقك تقول أن العلاج ما كانش كده يا مستر كيروش ليه؟ لأنه لم يسفر عن نجاح طب لما جينا الماتش اللي بعديه مستر كيروش رأى أن يستعيد بمحمد عبد المنعم في المكان اللي هو بيلعب عليه وتألخ محمد عبد المنعم يا كيروش بربه عليك أنت اكتشفت لنا نجم جديد انت مصمم من نواة كيروش كويس ما انت اللي قلتلي كيروش وطلع مش كيروش انت مرد عليه يا كيروش لا يعني أول ما كده يا كيروش أصلي ما سؤولتك انت اللي قلتلي كيروش انطلع مش كيروش إبراين طيب أنا النهاردة بقى وحسب على إيه إن أنا ما نجحتش أعالج الصغرى بتاعت هذا اللاعب المتفوق قعد وقوله ده حيبقى نجم ناجيريا اختفى الماتشات اللي بعدين اللاعب ده اللهرانة ده اختفى فالكورة حالة حالة لحظية في الملعب قدرة المدرب ان يتعامل مع الإخفاق والتفوق اللي موجود إنما قابليها لا تقولي رشدتات ولا تقولي امسك فلان ده أخطر واحد وتجد الخطورة جايلك من واحد تاني هو يضرب يا بدري ده كان ساعة البدري ده كان نجم النجوم ما كانش حد منتبه يعني لكن يبقى بقى على مسافة واحدة من الجميع مين بقى الزميل سيب زاهر نشوف في عالم كرة القدم مفيش حاجة اسمها كده كده الأهلي تأهل الأهلي فريق كبير والأهلي جمهوره عظيم وكل ده منوجود في عالم كرة القدم خطوة بخطوة الأهلي محتاجي يكسب مباراة اللي جاية ويكسب مباراة اللي بعدية حتى الآن حتى الآن الأهلي والهلال والمريخ النقاط متساوية أي حد منهم يصعد بلاش النغم بتاعت ألف مبروك وكل ساهم طيبين وعبال عندكم فيش الكلام ده الكرة ما عادش فيها الكلام ده الكرة دلوقتي ماكسب اكسب عشان توصل من غير ما تكسب مافيش وصول والخريطة بتتغير كل يوم وكل يوم في جديد إذن الأهلي في موقف صعب معلش أنا عارف إن أنا دايما ملك التفاؤل لكن أنا بقول لكم الخلاصة اللي توديك ما ترجعكش اللي تأهلك ما تطلعكش أنا بنور كشاف أنا متطافق مع كابتن سيف المرادي في كل مقاله حتى بما قال أنا ملك التفاؤل ولكن شاف إن المباراة صعبة يا ملك أنا متطافق معك وكل اللي قلته ده كلام مظبوط لا نركن إلى التقييمات المسبقة من حظوظه أحسن من ظروفه أحسن بتلعب فين اجه وعمل إيه وخصوصا نحن شفنا درس مختلف خالص في كاس العالم الآن دي يعني يا رب الأهلي يتجاوز أيضا هذا المشار الصعب جدا أنا معاه بس نخده مباراة مباراة وهو أشار إلى هذا نكسب بس المريخ وحلال حلال طيب الحال يوم السابع كان فيه تقرير لفت نظري لغربته هل يكتب مسماني كلمة النهاية لرحلة أحمد عبدالقادر مع الأهلي تمتخيلين يعني أعتقد أحمد عبدالقادر بيلعب لو الفكرة إنه لازم أن يلعب الفول ماتش كل مرة وما يستبدلش وما يغيرش يبقى أحنا نتكلم في حاجة تانية وإذا كان القصد سلب حق المدير الفني في إنه يستبدل أي لعب في أي وقت ويختار التشكيل اللي أحنا نتكلم عليه إنه أنت عندك قوام فريق كبير عندك مجموعة لعبة ما تقلش عن مكانات بعض فلما أختار حسين الشحات ما تقوليش فين طاهر ولما أختار عبدالقادر ما تقوليش فين أفشا أو لو هيلعبوا جناح ما تقوليش فين بيرستاو أو ميكسوني هو في النهاية يا جماعة هو المدير الفني وهو المسؤول عن اختيار التشكيل والأدوات كلها كويسة وبعدين أنتوا تكتبوا وأنتوا في المكتب أو كلنا بنكتبوا وإحنا في المكتب لكن المدرب بيقرر اللعب قدامه في التمرين اللعب شايف حالته البدنية وقياساته العضلية وظروفه المدرب بس اللي يعرف ده حتى الجمهور من بره لما بيحب أن اللعب الفلان يكون موجود لا الجمهور بيحضر التمرين ولا الجمهور على دراية بحالة اللعب ولا عنده معرفة أنه المدرب عايز من المباراة ديه وقار المنافس ازاي وبيختار التشكيل المناسب حاجات كتيرة جدا بتخلي الاختيار الأفضل والأنسب والأمسل هو للمدرب في كل الأحوال فمش معقولة عشان بيستبدل أحمد عبدالقادة أو بيلعبوا الشروط التاني أو يخرجوا الشروط التاني أو حتى ما يلعبوش خالص أو يطلعوا بره قائمة لـ 22 ما هو عنده لعبة تانية يكون تأدير الموقف في موقع كبير زي اليوم السابع أنه مسلمان هيكتب كلمة النهاية لأحمد عبدالقادة فضل هقولك على سر فضل العنوان ده هو سبب الكلمتين اللي توم في الأول للعبتنا النشئة الواعدة التي تتمتع بالموهبة والتي ينتظرها مستقبل بإذن الله لأن هذا النوع من التعامل الإعلامي فيما يخصهم خطر جدا عليه أيوة هو بيقلبه على مدرب مفيش حسن نية هنا لأن أنا لما أجي على لعيب زي ده الذي أتاح له الفرص والتي طلب رجوعه من الإعارة والذي أشاد فيه في أكثر من المناسبة والذي أوجد له مكان بين هذه النجوم الكبيرة في النادي الآلي وكان فيتسو المسلماني لكن من الحق استخدمه بالطريقة التي تفيد الفريق وفي التوقيد اللي فيت الفريق مش ضروري أقول لك فلسفة إيه يعني كان زمان يجي يقول لك ده أحسن بديل وينزل يعمل الفريق ما بيلعبش من الأول ليه لأنه ممكن جدا من وجهة نظر المدرب لو لعمل الأول لأنه يحقق هذا النجاح ليه عايز ألاعبه بعد الفرقة التانية ما تستقر على وضع فني معين وتصل إلى مستوى بدني ومستوى بدني معينة يبقى هذا النوع من اللعيبة يقدر يربت بين يفاجئه ببنمط جديد على ما يعدوله نفسهم يقدر يعمل الفريق يبلفهم هو بقى دي أفكار ما يبفعش يا جماعة وده اللي كان الكابتر حسن شحة بيقلوله مع جده مثلا في أنجولة وفي النادي لقى حسن كتير مع لعبة كتير يعني منهم محمد شريف نفسه في وقت من الأوقات كان ينزل يعمل الفريق أدواتي أنا أستخدمها بالطريقة التي أرى أن هي تفيد الفريق الحديث مع اللعيبة بالطريقة دي وخصوصا الصعيدة يعني انت قدمت ثلاث لعيبة ولقوا مكانة أنهم ينفسوا الموجودين كريم فؤاد محمد عبد المنعم أحمد عبد القادر الثلاثة أدوا بالشكل ليكون يستحقوا ثقة الجهاز الفني وأمال الجمهير فيه لما ييجي يتم التعامل مع أي حد فيه سواء اللي أسباب تخص اللعب نفسه أو تخص الطريقة محدش من حقه يعلق واللعب نفسه مش من حقه أن يستمع لهذا الكلام ويتأثر به لأنه معناها أن احنا بنخلق فريق من 15 لعب والبقى المفروض يروح يشوف له حاجة تانية لكن النهاردة ولذلك أنا بقول لك ما فيه شيء اسمها تشكيل غلط لكن فيه تنفيذ غلط اللعبة كلها مهجوبة حسين الشحات بطريقة مختلفة عن محمد طهر طهر محمد طهر يستطيع أن ينزل وغير لك نتيجة مباراة طهر محمد طهر في طريقة معينة محتاجة اسلوب فيه أقوى وعنف وجاري والتحامات ويبقى هو المناسب أكتر ميكي سوني وأحمد عبدالقادر نفس القصة بيرسي تاو اللي الناس كلها لما شفيتوا قلت لك أي وقت إيه ده إيه مين إبتدى برضو يبتهمهم عليه فنيا يبتهمهم عليه مين اللي جاب الرجل المصاب ده وما عدش بأي أس يعني يثبت يعني يتضح خطأ وجهة نظره يستنى شوية مع أول إخفاق يروح مديكي التانية ما هو من الأول عايز يدلل على وجهة نظر معينة تبين تزرح ها طيب الجزية بتاعت أي لعب تعرفين أن القانون بيعاقب اللاعب لو استقبل قرار الحكم بامتعاض يعني لو الحكم طلع كرد للاعب واللاعب عبر عن هذا القرار بامتعاض يعني اللي جاب فيه اللابزة ده قانون الكرة بيخل الحكم يحقله أنه يطرده أو يديله العقاب التالي يعني عقابا على الامتعاض في في مواجهة قرار الحكم أنت كده بترفض العدالة أنت كده بترفض قرار حكم المباراة المدرب نفس الفكرة وده كلام مهم لكل اللاعبة الأقل مرصود فيه تربص فيه تركيز على شكل اللاعب وهو خارج فاكرين فيه لعيبة خسرت علاقتها بمنول جزيه عشان انتعاضها لحظة التبديل وفيه لعيبة دفعت التمن على كده في علاقتها مع المدير وكروش ومشوا من الأهلي بسبب توتر العلاقة على قسر عدم القبول بقرار التبديل وانت طالع تتنرفز تروح شاية الآيسبوكس شاية اللي قدامك واحد يروح قلع الشارع مقلب وشك ومقلب قلب بوز عشان توصل رسالة معينة للناس كل ده يا جماعة كلام مش رياضي ويجب العقاب عليها على فكرة أنا متأكد ان كيروش استبعد ناس مهمة للجزئية دي من المنطقة لانه ما تحسسنش ان انا غلطان انت في الاول وفي الاخر لاعب انت في الاول وفي الاخر لاعب تحت أمر المدرب زي باية اللاعب اللي موجودين معانا لو كل واحد هستبدله هيدرب لبوز الفرقة بازت بازت فيعني اتمنى ان الكل ياخد باله القبول بقرار المدرب ده ألف باق طيب ألف باق احترام للعلاقة اللي المطلوب اسمح لي اقولك ده اهم حاجة قلتها النهار ده هتقول لي اه ايوة ده اهم حاجة قلتها النهار لان دي اللي دي اللي قلقان اتعشت منك دي اللي قلقاني والله قلقاني جدا وخايف والدرجة ان انا بخاف لما حد بيمدح في لعيب دلوقتي اللعيب ده هيتقبل المديح ازا لانه لن يتقبل النقد بعدها اي هي دي المشكلة وانا بطالب ما فيش داعي القاسو على اللعيبة ما انتو كمان ما اتصلوهمش انه ما يبقوا مش طيقين النقد طيب في اطار برضو لانه فيه فيه حاجة كمان طلعة هتسمعوها الفترة الجاية لأ في التحميل على بيتسو موسماني ناصر ماهر كل ما حيتقلق ناصر ماهر واحد هيروح شايت واحدة في وش بيتسو موسماني وليه ده مشي ومين اللي مشاه المؤكد ناصر ماهر لعب موهوب وإلا ما كانش اصلا بقى ابن النادي الالي وتربى في قطاعات الناشئين في النادي الالي وحير المدربين يروح سموحة وييجي لكن طبعا انه مستر بيتسو موسماني ما ادلوش فرصة اه ما ادلوش فرصة بس مين المسؤول وانا بكلمكم والله بجد بالامانة امتعادوا برضو انت اللاعب ما عملش علاقة طيبة تخلي المدير الفني يسق في تقبل اللاعب ده لاي قرار مش ناصر اي لاعب فبالتالي العلاقة بتتوتر بتأثر على القناعات بيتسو موسماني مش نبي هياخد عشر قرارات فيه ممكن منهم يطلع سبعة تمانية صح واثنين ثلاثة غلط على فكرة دي نسبة عالية جدا مع اي مدرب لانه في النهاية مش منزع عن الخطأ ممكن يكون تقييمه للعب في فترة معينة اتغيرت فضل شوفوا أصداد موضوع متكرر اي هما بينشوا ساعات ان ناصر مهر لما رجع الاهل يبتدى بيه موسماني اي وصيب اي ركن اللي نزل قزمة وجوده اي مش هيقوله طب اللي قزمة وجوده وقعد عشان ما تطلبش ان المداري بيدي فرص خد انت الفرص امسك فيه انت لما تيجي الفرصة تكون جاهز اي وبسعادة دي نصيحة لأي واحد هتنزل وانت متدايق ولذلك انا كنت مش موافع على البكائيات اللي حصلت في موضوع اللعيب يطلع او ينزل في وقت متأخر وان ده ظلم واش ظلم هو كان مصاب لما خاف يعني النهاردة هنيجي نقول هو مقلوب على صلاح محسن ما بيلعبوش ليه عشان يرجع صلاح محسن يجد مكانه لازم يكون مطلوب منه وخف مطلوب منه وخف ويجهز كامل اللياقة كامل الجاهزية الفنية كامل الرغبة في انه يلعب بالامتعاض حلو قوي كلمة الامتعاض دي اه ده انت لما لما ابنك بتديله ويمطعبي بتتدايق اطبع الناس اللي في محيطك اللي بتربطك بيهم اعجز العلاقات محدش عايز حد ممتعب مش هقول مبوز ربنا ما جيب البوز ده لكن عدم قبول القرار ده ده محرج لصاحب القرار يعمل طاقة سلبية ساعد انه القبول بالامتعاض ده تحريض من الممتعد على الممتعد منه الله اه اتعشت معك عن فكرة فهي يا جماعة بس عشان لما تلوى اي شوطة في وش بيتس المسيماني من ناصر مار تعرفوا الدنيا ماشت زي يعني مؤكد ان احنا نتمنى لناصر مار وكل اللعيبة اللي خرجت ميلادي سواء اللي معارين او اللي اتبعوا بيع نهائي باولوية الشرق او غيره زي ناصر مار لكن ما هو اصلا اللعب اللي موجود في الاهلي لما بيخرج رقم واحد الدوافع بتتغير رقم اتنين هو في الاهلي كان مجرد ترسف آلة لما بيطلع لاي مكان تاني بقى هو البيك بوس هو النجم الكبير بيتخدم عليه طريقة اللعبة بتساعده بيتحرر من الضغوط اللي كان فيها هو في الاهلي الدوافع كمان اتغيرت فمعنويا نتحسن فيه اسباب تانية كتيرة ممكن تأثر على اللعب وفي حاجة مهمة فيه تقييم تقييم علاقتك باللعب وهو في الاهلي ارجع تاني اقول له كتب شوف غلطته وعايز تشوفه في الحالة دي يعني اللي كتب كده مبارح كتب بعد الهاترك والمبارات كبيرة اللي لعبك كابت الناصر مع ماتشين هو لعبه 12 ماتش مثلا طالق فاربعة منهم بشكل لافت جدا في الاهلي كان حيحاسب على الست مبارات الاخرى مش على الاربع اللي تقل لقفين مش هتشد له دول اه بدليل ان الناس برضو اللي بتلاقح كلام تماما بتمسك على الواحد قالوا بتسي تاوب دا عمل تلت اربع ماتشات السنة دي على رأي الاحاني يا اخي يوه 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 فهو كده يا جماعة عشان بس رحمة بالراجل ونبقى عارفين مصادر الامور بتمشي ازاي كل لدرجة انه يتقل لك هو مش كان ساب محمد عبد منعن طيب ما هو وانت بتعير ناس وانت بتعير ناس عشان تلعب عشان تقلق عشان ترجعهم مش عشان يفشلهم فتظهر هو وجهة نظر وهي اللي غلط هم مش عشان وحشين مش عشان كويسين كويسوا في مكانه في ناس بصوا ساد دبر الوحش بيمشي على طول انما المعار تا كده هتيجي تقولي مناصر مهر لأ ناصر مهر قصة تانية لانه لما عار ورجع وعار ورجع هو ناصر نفسه ما بقاش متقبل فكرة انه عار تاني صحيح وحقه هه وراح نادي كبير انا اتصور ان ناصر حيفكر مئة مرة قبل ما يسيب نادي فيوتشر فيوتشر هيفكر مئة مرة خلاص هو الترس الكبير هنا الكيميا هنا اه والطريقة التقييم والحساب مختلفة هيتحملوه لما ما يبقاش موقف والضغوط مختلفة هو اللي حاجة فيه حد بتحمل لعيب مش موفق في الاهلي ولا في المباراة لا محدش ده شوطة اه بتقلب عليه عشان شط شوطة اه يعني لعيب يبقى مكسبك وترجع تقوله انت تقول ماتش مش عارف ايه هستنانك بقى لما تجيب لي جون اه استناني لما تجيب لك جون ما هو ده دوري يعني انا عايز اقول يا جماعة معيار التقييم لازم يختلف عندنا شوية يعني قيم على الابريج على المتوسط العام مش على اللحظة بس ده كان كلام مهم جدا لكن هنطلع لفاصل بعد الفاصل نشوف بقى مين اللي هيتمسك من عضنة لسانه اهلا بحضراتكم من جديد بجد بقى انتوا عايزين ايه ده كلام لازم ان نمسكه ب بعضمة لسانه واقولوك لئه برستاو اللعب اللي الاهلي جابوا بالشيء الفلاني للأسف هيغيب عن الاهلي من خمس لسبع شهور ده كلام فاجئنا جدا كلام خطير للبلدوزر الكابت المجد عفغاني نشوف ستاو كل شوية يتعور تعويرة تقعدوا ست شهور وسبع شهور وخمس شهور وانا قلت من الاول ان انا عندي معلومة ان الرجل ده عنده اصابة مزمنة فيا جماعة اللعيب قبل ما ييجي بتعمله اختبارات ليقى بدنية والرسم قلب وقبل انتم تجيبوا اللعيب عياد وعنده القلب وما تكشفوش عليه وبعد جدا تكتشف انه عياد وتدوله عقده هي مش مش مؤسسة خيرية لمساعدة المحتاجين والغلابة والمرضى لا تعالوا بقى انا عندي خبر بيقول حسام غالي يطلب التحقيق في اصابة برسي تاو والطبيب يوصي بسفره الى قطر يا سلام يا سلام هنعالجه كمان يلا خلينا نعالجه ماشي هناخد ثواب هغيب من خمس لسبع شهور وفي تحقيق فيه وحيسافر قطر ونصيب سوداء ده الكابتب مجدي وكمان عمر الدردير مفوت هاش نشوف ستاو ده لغة رتم انا مش فهمه ظهر بمستوى كويس يعني معناته اقلا مع الاهل وفجأة اصابة في العضلة الامامية قاعد شوية رجع حسيت انه مش هو ده برستاه مستوى منخفض جدا فالاهل بيفكر كان يقعدوا على الدكة فجأة قال لك لا ده عنده اصابة ومش هيقدر ينزل التمرين والدنيا قامت بعدين قامت الدنيا عمله اشاعة طلعت الاشاعة مفيش حاجة معندوش حاجة نزل النهاردة التمرين واتمر لا يعني ايه الموضوع بالزبط فيها علامة استفاة هو ممكن يكون كان عايزين يريحوه بس عايزين يجبوها من غير ما يقولوا هنريحو فعايزين يقولوا لا ده جات له اصابة فعشان كده قاعد هو عمتا اي بني ادم يعني هو نوع من الانواع اي بني ادم بيجي له اصابة اللعب اكتر واحد بيحس بالاصابة فيقول انا مصاب فتيجي الاشاعة سليمة فينزل التمرين دي حاجة غريبة لان انا لو مصاب انا كخالد الغضور حاس ان انا مصاب مش انزل التمرين ده انا عندي اصابة يعني فحتى لو اشاعة جات سليمة لأ هقولهم انا حاسس انا عندي اصابة لكن انا مصاب مش قادر فروح اعمل اشاعة الله ده انا سليم طب انزل بقى يعني كلام لا منطقي يعني لا ما فيش منطق خالص انا مش بكلم لان في النهاية هو المرجح ان هو كانوا عايزين يقعدوه ذكة لان مستقوه هوابط بقى له فترة وافعل لك مصاب على فكرة اعزلك على حاجة انا مع الكابتن حسام غالي اللي الكابتن مجد عفغاني قال لك طالب التحقيق الفوري وفتح التحقيق وكمان مع زميل عمر الدلين انه المسألة لغاريت ملغز كبير عارفين ليه لانه الراجل اللي هيغيب من خمس لسبع شهور واللي بيمس اللغاريت واللي الاهل يعاني ده دافع فيه الفلوس زي ما يكون دفعها في مؤسسة خيرية ولعب عنده ازمة وعنده اصابة مزمنة هو نفسه بيرس تاو اللي هو ده اللي هو ده في التمرين النهاردة اللي موجود في القايمة التمرين يا شوارب بعد ازنك شكل التمرين بالكامل شكل التمرين بالكامل اللي بيرس تاو له واحد وهو بيتمرم مع كل زميله ده اللغاريت وده اللي بيتمرن دلوقت النهاردة ودخل المعسكر وده اللي في قيمة المباراة تحت امر المدير الفني يعني لا راح قطر ولا هي مؤسسة خيرية ولا اصابة مزمنة ولا لغاريت ولا غياب سبع شهور ولا حتى سبع ساعات قلولي بالله عليكم تسموا الاعلام ده ايه ايه ده بقى فيه اتهام وفيه تحيات وفيه اهدار مال وفيه حاجات كتيرة جدا وفيه لغاريت والناس دي لازم انتكشف عليها والناس دي لازم انتحق معها ايه ده بقى شوف انا لا قلوم على الأستاذ عمر الدرديري ولا قلوم الكابتن خالد انهم بينقشوا موضوع لا يعنيهم هم الاتنين لانهم مدوش هذه العناية ها للعبهم اللي حكى اصابة باللاتين كده مش عارفين نقولها ازاي ولقناها في التمرين تاني يوم مهتموش بالحكاة دي ولكن نشكركم على اهتمامكم وقلاءكم على النادي الاهلي ونحب نطمنكم ان الرجل في التمرينة هو الاهلي هو اللي طلع قال بيرسي تاو مصاب بتمزق وحيغيب عشان تقولوله يا كداب ما هو في التمرينة هو ما حصلش من الاهلي حاجة من دي الاهلي من حقه ان لما اللعيب يشعر بارهاك يقولك اللعيب مرخ شوف لنا دكتور دكتور يعمل احتياطاته ينزل لا سليم كامل تمرينك مش هاعد ان انا كل موضوع الف على الاعلامة شرحه كمسؤولين في النادي الاهلي عن الفريق لكن الامر الواقع هو اللي ده حكت بقى طب اه هو بس هو هنا في التمرين بس دي يعني التدريبات السشفائية نفاجأ بفي التشكيل احتمال يلعب واحتمال لا إنما موجود مع الفرع جاهز يعني طيب هو بيرسي تاو يعني يعني اهضار ملعام ده انت اعتذرت على الكلمة دي قلت لا انا كنتش فاكر كده والحقيقة والتضح وانه وبعدين عندي خبر ان كابتن حسين ده التمرنتين النهاردة ومبارح طيب عندي خبر ان كابتن حسين طالب التحقيق يا اخوانا عندي خبر انه حيروح قطر عندك اخبار كتير بس اللي جابها لك انا عايزك انت تتحقم عبق انت جبتان من مين مين مصدرك لان انت كابتن مجد انت نجم ونجم كبير ومحسوب واعلامي قديم مش هتقع في الحاجات دي فلما حد في الاعداد يجيب لك خبر وتتأكد انه ما كانش دقيق بلاش هقول متفابرك هنقول مش دقيق او راح لواحد بالسمع يعني انا الاصابات اللي على المستوى دي محتاجة مش هت مجهود من اللي بيجيب الخبر اروح اقابل الدكتورة اروح اقابل مدير الكورة اروح اقابل اللاعب اروح اتحرق وفي الاخر خالص اقول مجموعة من المصادر اتفقت على ان اللاعب ده كده لما يطلعوا بمجموعة دي بتشتغلني او مش مظبوطة يبقى العب مش عن الاعداد ده العب عند اللي بلغ متعاملش معه تاني كابتن مجدي انا عايزك مش حسام غير اللي حقا انت حق مع اللي ادى لك الخبر طيب الحقيقة مراسل القناة الالي كان في التمرين فاروق صلاح علشان سأل الدكتور احمد ابو عابلة على ايه الموضوع بتاع برسل تاول لان حتى الدكتور احمد ابو عابلة قال لانا انا عملت اشعة صنار طلع ان الراجل ما عندوش اي حاجة فانزل يا عم التمرين ومستر بيتشو موسيباني لما انت سمعتوه قال ان انا لما بختار برجع للدكتور ده فت اوكي فت ده ما عندوش حاجة او ما عندوش حاجة فياريت ان اه تمهل ياريت ان اه تمهل لانه كلام على مستوى اصابة مزمنة ده مسألة خطيرة جدا فيه اتهام والي دي في الرجل التالية اه فيه اتهام لامانة الاجهزة الطبية والادارية اللي قررت وتعقدت الكلام ده واكيد الكابتن مجد عبغاني اول العارفين انه احنا مش في مركز شباب ما عندوش امكانات لا اللعيب ده خضع لفحوصات طبية كاملة اللعيب ده ما تمش التعاقد معاه الا بعد اجهزة طبية شاملة مش سهلة فعشان حد يكتب حاجة يكون الكلام انه ده يغيب من خمس لسبع شهور والرجل ما يغيبش سبع دقايه ويبقى موجود في التمرين لا قلشت قوي قلشت جدا كمان نشوف فروس صلاح في ملعب التمرين وهو بيشوف حالة برستاو بالامس كان فيه استشفى طبعا للعبين بعض الاخبار يا محمد طبعا اللي تم تناثرها بالامس عن اصابة برستاو خليني اقولك يا محمد ان في الوقت اللي انا بكلمك فيه برستاو حاليا موجود في ارض الملعب مفيش اي كلام ولا اشعة ولا الامور اللي تم طرحها او قيلت فيه بالامس برستاو مفيش اي حاجة الدكتور احمد ابو عبلا بيكلمه كلام قال لي مين اللي قال ان برستاو مصاب والاخبار دي جات منين ده تقال كمان ان احنا عملنا له اشعة مفيش الكلام دوت برستاو محمد بطمرك موجود في ارض الملعب بيقدي التدريب مع اللاعبين خلاص الكابتن فاروق صلاح بيؤكد على المؤكد الرجل الدكتور قلمة مين اللي قال انه مصاب لكن انا عايز اقول طيب لو نزل برستاو وقصيب ده دعما لما انا قلتلكم الرصيد مفتوح هو نقطة مسألة ان انا استنى لحد ما اثبت ورقة نظر مش محتاج مش محتاج يا كابتن التحدي ده لك معلومة ما كانتش مزبوطة ومحدش هيخش في نوايا الناس هو يعني يبعت المعلومة دي ومعلومتك من مين وحد عايز يعمل ايه وحسن النية مش حسن النية مش هنخش في نوايا الناس لكن نخليها ما تبقاش مسألة شخصية في الآخر ان انا لازم اثبت وجهة نظري وفي الآخر اوصل اهضار ما العام لا انت وكل مصر حابط بموهبة هذا اللاعب الوضحة جدا لكن مش معنى ان ميسي عنده يملك هذه الموهبة لازم كل ماتش يكرر المهارات ويجيب جواه مش لازم ممكن تعمل اسسل في لعبة زي ما حصل في ماتش الرجاء لعبة واحدة الناس كلي قالت شوف الراجل وثقته وقراره يتحرك صح يفتح يفتح سكن غيره وهياءها وخلى طهر جاب الجن في الوقت الحارج شوف البرود والعصاب والاحترافية في لعبة لما جاتلوش الفرصة نيلعبها كان حيتقل عليه كلام كتير سلم هي كرة مواقف مواقف في الملعب ومواقف برا الملعب مواقف في التدريب ومواقف خلينا كلنا نبقى بنتمنى الخير مش بنتمنى الإخفاق عشان نقول ما احنا قلنا لكم طيب الحقيقة مباراة الأهلي في جوهانسبرج كان لها ظروف مختلفة الهزيمة مؤكد الأداء سيء جدا من الأهلي لا لمكانش يستحق يعني لو كان التعادل كان ممكن يبقى هو نتيجة لو استغلت كرة حسام حسن في الآخر لكن المؤكد أو لما دخلش فينا الجني الملوش معنا ده المؤكد إنه الأداء لم يكن على مستوى الفريق وده حتى مستر بيتسو موسيماني واللعبها نفسها شايفة الأسباب أسباب كتيرة هنحاول نستعرض بعضا منها لكن عايزة أقول لكم إنه المدير الفني لفريق سانداونز منكوبة من جيسي قال كلام على هذه المباراة المهندس عدد كان أشار إليه في البداية هقول لكم ملخصه لفظ دقيق وجميل لكن حرق اللعيبة الدولية في الشكل المضغوط ده عشان أقول إن أنا بكمل الدوري دي مشكلة كبيرة جدا الرجل الجنوب أفريقي نفسه بيقول لا أريد أن ينخدع لاعبونا بالفوز التاريخي على النادي الأهلي ذهابا وإيابا خاصة وأن البطولة تضم فرقا أخرى خطيرة وبيقول في الحقيقة ولكي أكون أمينا لا أريد أن أبالغ في الأمر بعد الفوز على الأهلي لأنه في الحقيقة قد لعب الأهلي عددا كبيرا من المباريات الفريق غير منتعش مثل باقي الفرق المشاركة في دور الأبطال لكي نكون منصفين الأهلي يقترب من خوض ستين مباراة في هذا الموسم وهذا يجعل الفريق غير حاسم كما كان من قبل طيب هو إحنا بندا في ملطة يعني هو دامش المنافس بتاعك اللي من حقه ينسب الفضل لتفوقه الفني لكن لو أقول لك هي دي فرصتي جات لي لأن الفرق دي مش بحالتها ومش بحالتها ومش منتعشة والإنتعش كلمة يمكن تكون أخف وطة من كلمة الإجهاد والإرهاق إنك أنت تزهئت من الكورة إنك أنت عمال رايح جاي كل 3-4 تام لنت عارف تعمل استشفى ولنت عارف تاخد راحة ولنت عارف مين الأساسي مين الاحتياطي عندك أو البديل لأن ما فيش لعيب عارف يستمر على حالته يعني ومن ثم التبديل والتوفيق وكسرة التبديل يعني عكساتها على الجانب الفني طب الراجل اللي بي نفسك لامس دي واستفاد منها قال لك لا يجب أن نبالغ لأن الأهل ما كانش مينتعش لأسباب إنه مرهج جيد أكتر فريق قال كده أكتر فريق في البطولة بلع مطشاط أكتر فيه بلع مطشاط مش حالته طيب ما هو حيستغل لها طب الناس اللي مساعدتش الندي لالي بقى في حالته وكانت تملك القرار سواء في الكاب أو الدوري المحلي أنا ما راعش أنا للاتحاد الدولي مش مطلوب منه نفكر فيه أوي بصراحة يعني مش عشان أنا قليل لأن عنده هو عكورة على مستوى المسابقات العالمية والدولية لو راع كل حد هو الناس من وجهة نظر اتحاد الدولي انت وفق أوضعك عليه وده ممكن لكن أتوهم وأنا في الاتحاد أو في الكاف عشان كده لكم الكاف واللم اللي لا 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 مش حالين نخش بقى في النواية ما هو رئيس الكاف ورئيس نادي سانداون يعني ما نيني احنا بقى نقول يا جماعة ترتيب المطشاط بالوضع ده مش صح يعني مش صح مش صح إنسانيا يا جماعة اللعيبة دي يعني ايه المطلوب منهم ايه أنا مش بلتمس العزر عشان هما كمان يقولوا كده لا لكن أنا بقول إن كسرت الإصابات على الأقل سببها الإجهاد المطولي وعدم الاستشفى بالطريقة السليمة صحيح أنت سلق بيض قعد في التلج وقعد في التلج وقعد في التلج يعمل مش عارف إيه سلق بيض الوقت ما اسمح لكش بالتخطيط العلمي ولذلك الرجل بيكسر من رحات لأنه عارف إن عدوه هو الإيجاد مش حاجة تانية صحيح طيب منكوبة بقى آله تاني مدرب جنوب سانداونس قال لكن الأهل يصلي خطيرة كما أنهم لعبوا مباراة قوية أمام بيرامدس وحققوا الفوز لقد حضروا إلى جنوب أفريقيا وفقدوا بعض اللاعبين مثل محمد هاني بقدر ما أريد أن نشيد بأنفسنا بعد هذا الفوز في المواجهة لكن أريد أن نفكر أن الأهل لم يكن الفريق الأقوى الذي لعبنا أمامهم هذا العام في دور الأبطال إذا نظرت إلى الرجاء وسجرادة والوداد وخروج الزبالك من دور الأبطال هذا يؤكد أن هناك فرق أقوى علينا أن نكون أكثر نتجا وأن لا نندفع ربما أفضل ما قام به لعبوا سانداونس هو الفوز على الأهل وهو ما ساعدنا على التأهل مبكرا إلى ربع نهاية الأبطال وهو أمر يفتح لنا المجال من أجل التركيز في البطولات المحلية أمر جيد معنويا الفوز على الأهل هذا أمر تاريخي لكن لا نريد أن ننجرف وراء الأمر ده كلام حد محترم جدا وعي جدا ومنصف ووقيعي ويؤكد العلاله بالضبط موسيماني موسيماني في المؤتمر بتاعه ويؤكد على الكلام اللي إحنا تنبأنا به مش نتيجة عبقرية نتيجة أن إحنا يا جماعة إحنا جينا لعبنا الهلال بعد المرسن بتاع كاس العالم للأندية بأيام صفر إلى صفر إلى ملعب إلى تغيير مناخ إلى تغيير موعد يعني المباراة مباراة يعني كويس قوي أنك تعديلت فيه المفجأة كانت في مباراتك هنا الغير موفقة اللي أنت بدأت تسترد بعض قوتك ولكن عدم التوفيق عدم التركيز أي حاجة التوفيق المبالغ فيه في الكرة إنه واحد بيعمل ضب كيك ترجع لوحد ودي أخطر موقع صوص إبراهيم الكرة العشوائية اللي أنت تبقى فيها لعبة متشتتة ولعبتك عايزة تجري تاخدها عشان تلحى تكسب تفاجأ إنه بقى تهجمع عليك فيقدر يستليمها مرتاح وينقلها مرتاح والتانية أخدها من زاوية ديقة بقرار تروح في الزاوية الديقة كل دي عناصر توفيق وكل دي عناصر عدم توفيق نطل الصفحة دي بقى ونتمنى أن يكون الله سبحانه وتعالى متدخر لنا توفيق في المبراطين بإذن الله الراجل لما تكلم على ماتش بيرامنز أنا عايز أفكركم بحاجة بس عشان تشوفوا إحنا اللي بنهزم نفسينا الظروف اللي بنتحط فيها هي اللي بتهزمنا ماتش خمسة بتاع سانداونزة قبل كده صفروك من هنا وانت في الوحل بتاع ملعب برج العرب لما كان الأرض طينية الله سعلينا منهم لله والله رحمي لعبك ماتش الزمالك ولعبك ماتش الاتحاد واذهب أنت وربك فقاتلة إنها هنا قاعدون روح بقى على رأس الرجال الصالح يلعب في جوهانسبيرج كانت النتيجة اللي حصل أي منطق؟ النهاردة لما الرجل المنافس بيقولك جلنا من مباراة بيرامدز مجهدين خد بالكم المنافس اللي بيقول ده وخسرانين لعيبة وخسرانين لعيبة هو أنا كنت ليه ألعب بيرامدز بين المريكو وسانداونز ليه؟ ما انت معاك الزمالك في نفس البطولة وده اللي قلناها عشان نتكلم على هو أنت أجلتلي بيرامدز عشان كان عندي ماتش الرجاء في كاس السوبر لكانت هبة منك ولا منحة كان عندي مباراة في بطولة فبالتالي روح تجايب بيرامدز وحشرة في النص طمنت الزمالك نفسه الزمالك لعب مع سجرادة في أنجولا يوم 19 فبراير لعب مع الوداد في المغرب يوم 26 فبراير يعني من 19 ل 26 الثمنت يام دول ما لعبش فيه بأي حاجة كانت راحة كافية جدا بالنسباله الأهلي المريخ والسانداونز الأسبوع ده روح تحطط له بيرامدز في النص ولما يتكلم يقولك ما هو مؤجل المفروض والعادل والفير أي مباراة هتأجلها للأهلي للزمالك لبيرامدز ما تزنقوش فيها حطها في التوقيتات الطبيعية اللي غيره لعب فيها هو ده تكافؤ الفرص مش فرق الدوري تلعب بفاصل أسبوع وست أيام واللي يتأجل له مباراة علشان كان في بطولة تحطه له في النص يلعب كل أسبوع تلت مباريات ده كلام ما ينفعش يحصل لا مع الأهلي ولا مع بقية الفرق المشاركة وتعلم أنك في وضع كريتيكال وفي رقيتك اللي أنت بتطالبها بمواصلة التقلق والنجاح لصالح الكرة المصرية في هذا المأزق وحصل تعرف الكلام ده ممكن أصمم عليه إمتى لو كنتك سبت هنا سانداونس كما ينبغي يعني ممكن يفكر يقولك موقفك كويس بص ما هو أنت برضي مش هتحط الجدو البنانة عن نتيجة هو من الأول يبقى من الأول أنا فاهم بس وحطيته وعلى فكرة هو ما حطه كان يمكن في دماغه أنه لا لحيروح يمكن مرتاح طيب ما ما طلعش مرتاح حساباتك اللي أنت زي أنا أعطيه لي المطش بيها اختلفت يبقى أنت ساعدني أنا يا سيدي والله يتابعك أنا محسوبين على بعض مصلحتنا واحدة معرفش يعني ربنا يعدي هذه الأزمة على خير لأني أتصور أتصور أنه هتبقى محل دراسة دوري المجموعات بتاع السنادي للأهل والزمالك أمام المسؤولين على الكرة المصرية طبعا طبعا هتبقى محل دراسة وطبعا حيحاولوا يتلافوا كل هذه الأمور لأني أنا محسن الظن بيكم بصراحة يعني الحياة دا اللي كان النقد الرياضي الكبير اللي أستاذ ماجد نوار في الجمهورية أشار إليه في مقاله القلب على القلب رحمة يا ربطة وقال من ضمن كلامه معه احترام الكامل لأعضاء مجلس الربطة وللجنة المسابقات برئاسة الحج عام الحسين من يتخيل أن الأهل لعب مع بيرامدز مباراة تكسير عظام وفاسبه سلاسية وفي نفس اليوم استقل الفرية الطائرة وسافر لجنوب أفريقيا في رحلة مدتها تسع ساعات وإذا احتسبنا وقت دخول المطار للسفر والخروج منه بعد الوصول والإجراءات الصحية الخاصة بجأحة كورونا هنا وهناك والوصول للفندق تصل لأكثر من 16 ساعة الفرية على صفر يعني أكثر من 24 ساعة بدون راحة وبيقول أؤكد أننا يجب أن نحترم مواعيد مباريات المسابقة المحلية ولكن هناك مباريات أفريقية رحلتها شقة جدا يجب أن تراعي الربط ظروف الأندية كلها وليس الأهلي فقط ليس بالضرورة أن يطلب الأهل تأجيل أي مباراة له قبل أي مباراة أفريقية مهمة ولكن لابد أن يكون هناك حماية ومؤذرة من قبل الاتحاد والربطة لكل فريق وطني وكما نقول في أمثالنا الشعبية القلب على القلب رحمة والله العظيم كلام هايل وبلخص أنا مش مفروض تحطيني في هذا الموقف إننا أطلب وإنتيبان بقى هو عد جامله لا أنا مطلبش أنت مسؤول عني بالضبط الله إبني عنده امتحان مش مفروض يطلب مني إن أنا أوطي الراديو ووقف للتلفزيون مش مطلوب أه أيضا النقد الرياضي الكبير ردوان الزياتي قال لك في الجمهورية الأهل فورطة وقال أما الأهل فقد دفع ثمن الإرهاق والإجهاد الشديد بسبب المشاركات الكثيرة والمتنوعة في منديال الأندية ودور أبطال أفريقيا والدور المحلي في فترة زمنية قصيرة فضلا عن دفع فاتور التغليب المصلحة الوطنية بمشاركة لعبية الدوليين مع المنتخب في كاس الأمم التي تدخلت مع منديال الأندية ما هو أنت دلوقتي لما لما جيت في لحظة الناس أرثت على نفسها وقدرت تعدي منديال الأندية مش معنى كده أن اللعبة دي أوكي بقيت بجهزة اللعبة دي بوجهادة ما زالت جيالك من بطولة صعبة جدا دخلت على بطولة صعبة جدا دخلت على تصفيات مهمة جدا الجدا جدا جدا ده مين يقدر عليه وراء بعضه كده والخطر على المنتخب زي ما قال المحل للرياضي الكبير خالد بيومي في الجمهورية قال نتائج نادياي الأهل والزبالك في دوري أبطال أفريقيا فرضت حالة من القلق على منتخبنا الوطني قبل مواجهتي السنغال طلبنا كثيرا بإراحة لعب المنتخب إذا أردنا التأخل فكيف للعب الأهل تحديدا الأكثر مشاركة في المباريات خلال شهرين بداية من كاس الأمم ثم منديال الأندية والدوري وأفريقيا طبعا نسي قبلها كاس العرب كمان يليهم لعب الزمالك وبيرامدس ووضح مدى تأثيرهم بضغط المباريات وتراجعهم فنيا وبدنيا وجهة نظري دخلت بيومي وجهة نظري أعلنتها من قبل هنا لابد من إراحة لعب المنتخب بتأجيل المباريات المحلية واستثناء المواجهات الأفريقية منتخبنا معروف قوامه ولن يغامر كيروش بعناصر جديدة في لقائي السنغال ومن المستحيل إعطاء الفرصة لنجوم جدد لأن المرحلة صعبة والوقت دي وبيختم خالد بيومي وأنا هنا أحمل كيروش مسؤولية التراجع الفني والبدني للعبين بإصراره على استكمال الدوري وعدم تأجيل جولة أو جولتين قبل لقائي السنغال هو كلام ما متفين معاه هو ده اللي بنقوله بس هو يعني راح على كيروش على طول لأنه هو خالد جزئيه اللي احنا متخوفين منه بتاع التأثير هذا الكلام على المنتخب حتى أنت يعني ككورة مصرية هو ده هو مطشين السنغال دول مش بتتجأت استدفيهم وبتلخصهم أحلام المصريين كلها سيبك بقى من اللي قال وزمالك عملت إيه عشان تساعدين اللعبة دي تبقى منتعشة اللي إيه فريش ولا حاجة حطيت عليهم مزيد من الحمل يعني هو اللعبة دي مش قاعدة الوقتي متضايقة وقال أنا لا تخرج من يعني مت الزمالي خرجت مش متضايقين؟ متضايقين طب لعبة الأهلي مهددين مش خايفين؟ خايفين طيب الإرهاق البدني والزهني انت عايزت يدخلني في إيه وراء إيه إيه الدوشة اللي معايشني فيها دي فين؟ فين التخطيط السليم خلاص مش هنبكي على اللبن المسكول لأن الأندية مسؤولة بإصرارها على إن هي لما الرابطة سألتهم وأنا ما كنتش متفق إن الرابطة تسألهم لعبة؟ لأنها عندك مكتب تنفيذ للربط منتخب بينهم والحقيقة أكد أقول لك فيه شعور دلوقتي عند الناس كلها بما فيهم عارف المشكلة فينا إن دمق إن مش هيكرر تاني لا فيه مشكلة بجد بقى الناس اللي بترفض ناس إيديها في المياه الساعة قوي لا ما هي مالية مصالح تانية لا بتشارك في أفريقيا ولا عندها لعبة في المنتخبات ولا حاسة بإجهاد ولا متصدر لها أي مشكلة هم دول بقى اللي بيرفضوا أي تعديل وأي تغيير لا تكافر الفرص يا عم تكافر الفرص أنا بلعب ستين مباراة في الموسم وأنت بتلعب أربعة وثلاثين أنا عندي لعبة دوليين جايين رايحين طول الوقت في كل المنتخبات وأنت ما عندكش أنا بشارك في أفريقيا وبشارك في بطولة العالم وبشارك في الصوبر وبشارك في عدد كبير من المباريات لازم أن المصلحة العامة هي اللي تفرض الكلمة مش هقعد قصاد أندية تبدأ الموسم بحلم المربع الزابي وتنتهي بمكافحة الهبوط ويجي في النص يكتبع بيهم عامل حسين أو المهندس عامل حسين عشان يعدلوا لا ونفضل في الديلامة دي على طول الرأي الصح لازم أن يفرض أعتقد ده اللي حيحصل بعد كده أتصور هذا ممكن تلتمس العزل الرابطة لأن أول مرة تمارس وعندها صلاحيات اتخاذ القرار قبل كده كانت توصيات فيها وجوه جديدة خدت خبرة التعامل مع المشاكل وجاءت في ظل مجلس واحد مغزل حجر عنيد بيفرض وجهة نظره ما كانش فيه التعاون اللي بينه بين مجلس منتخب اللي قرى أنه ممكن يبقى دلوقتي الأمور أسهل شوية مع اتحاد الأستاذ جمال علام ومجلس المنتخب حيبقى فيه الناس بتسمع بعض مش واحدة عايز يفرض هيمنتوا عالكل الأمور حتتدرس فنيا بشكل لأن على الأرض الواقع احنا شفنا شفنا وربنا يعني ما خلناش ندفع ثمن أكبر من هذا ويخلي عد المطشين بتقول لا لي جايين دول نبتدي ببكرة بس يا رب ويبقى فيه كلام أنا أتصور أنه أنا الأوان نحل المشاكل بعيدا عن الأمور الشخصية والانتماءات خالص وأهلا الأوان أن نطلع في واصل أهلا بحضراتكم من جديد بنفتش مع حضراتكم في الأوراق اللي خاصة بالفترة اللي فاتت وإزاي الأمور وصلت إلى ما وصلت إليه الحقيقة الغريب جدا أن الاتحاد الأفريقي بجلالة أدرو المسؤول عن إدارة المسابق واللعبة يرد على مستر بيتشو موسيمان لما تكلم في المؤتمر الصحفي هناك على موضوع الفار وقال أنا مش بقول كده أن أنا خسرت النهاردة بخطأ كان يحتاج الفار لا ما أقصدش كده ده كلامه لكن قال يا جماعة دي بطولة كبيرة وكل الناس بتتكلم أن دي تاني أقوى بطولات الأندية على مستوى العالم بعد دورة أبطال أوروبا هي ما تقلش عن بطولة أمريكا الجنوبية وبتفوق البطولة الأسيوية وده تصنيفات كتيرة فيها كده مش معقولة ما يبقاش فيها تقنية الفيديو يوم الاتحاد الأفريقي يرد ودي غريبة جدا بس كمال حد بيدي رد مصري كده فقال لك الكاف بيقول لمستر بيتشو موسيماني أنه الأهرامات ما تبنيتش في عطلة نهاية الأسبوع دي بالضبط أعرب يعني عايزوا يقوله كون ما تخلقش في يوم وليلة شوف حيرتني طبعا إيه العلاقة وعايزوا يقول إيه لحد ما اكتشفت أنه ربما عايزوا يقوله هنوصلها بس إحنا بنبني أيها فإحنا عملنا الدور الأول والثاني والثالث والرابع وراحين على قمة التنظيم أنه إحنا يبقى الفار موجود في كل مسابقاتنا ولكن لا نملك الموارد حاليا ده اللي ممكن يبقى له معنا بخلاف هذا هيبقى فيه ملوش معنا طيب هو اللي رد مين لوكسولو سبتمبر لوكسولو سبتمبر ده مدير العمليات والعلاقات الإعلامية في الكاف قال ردا على تصريحات بستر موسيماني بشأن استغرابي من عدم الاستعانة بتقنية الفيديو في دور المجموعات قال لموقع الجنوب أفريقي الأهرامات لم تبنى في نهاية الأسبوع فقط جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2021 تواجدت فيها تقنية الفيديو ودور أبطال أفريقيا للسيدات والتصفيات المؤهلة للمنديال ستتواجد بها التقنية كذلك وأضاف في سبتمبر هناك تكاليف باهزة لتطبيق تقنية الفيديو في القرى السمراء فأفريقيا شاسعة جدا وفي حين أن بعض البلدان لديها هذه البنية التحتية فإن البعض لا يمتلكها هذه حقائق موضوعية وقال تكاليف طرح تقنية الفارف في جميع أنحاء أفريقيا وما ستحتاج إلى القيام به مرتفعة للغاية ويمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات في شهر واحد ده كلام مبالغ فيه طبعا وقال أن نستخدم في بعض البطولات الأفريقية تقنية الفيديو بالفعل وهذا أمر رائع أعلم أن قسم الحكام بالاتحاد الأفريقي يقوم بنشاط بتدريس وتمكين العديد من الحكام على تقنية الفيديو واستكمل أن هناك تقدم كبير لكنه ليس شيئا يجب أن نتعامل معه بطريقة عاطفية فيجب أن نكون عمليين ونقدم رؤية موضوعية لقراتنا يلتزم رئيس الاتحاد الأفريقي بادرس متسبب بهذه المهمة لتقديم التكنولوجيا وتقنية الفيديو المساعد في كرة القدم لقد أثر ذلك بالفعل ولا ينبغي لنا أيضا أن ننسى أن الأهرامات لم تبنى في عطلة نهاية أسبوع واحد خلاص احنا شرحناها ومن طريقة الكلام كده هو ده الأرجح يعني يعني خدنا خطوات كثيرة حنكمل البناء لكن أنا عايز سيبك بقى من المسواني يشكو لكن هي بحاجة ذات صلة عايزة لو نروح لورنزو كولر آه إقرالنا دي عشان لورنزو كولر ده صح في قال كلمة مهمة جدا يعني ساوس أفريكان صحيفة جنوب أفريقيا نشوفه عموما الزميل لورنزو كولر قال إيه ضوع الأوتوبيس بتاع النادي الأهل اللي مشي في طريق غلط أو طريق أبعد من الطريق اللي مفروض يمشي فيه هل كان فيه مضايقات من جماهير سانداونز أو للنادي الأهلي ربما كانت محاولة أو محاولة من أحد من أحد داخل سانداونز أنه مجرد يضايق الأهلي ولكن أعتقد أنها ليست بنواية سيئة برأيك إيه فهزيمة الأهلي من سانداونز النهاردة للمرة التانية يعني ردود الأفعال في جنوب أفريقيا بعد المباراة ردود الأفعال كانت منقسمة العديد من منافسي سانداونز كانوا يشجعون الأهلي ولكن جماهير سانداونز كانت تتوقع أن يفوز سانداونز في الحقيقة أنا قلت هذا لصحفيين مصريين على هامش كأس العالم للأندية قلت أن سانداونز هو فرقة جيدة جدا وهي أفضل نسخة لسانداونز ولكن الهزيمة لم تكن مفاجأة ولكن أعتقد أن الجدول المباريات والضغط جدول المباريات في الحقيقة أثر على النادي الأهلي وظهروا متعبين وربما أثر على أداء النادي الأهلي اليوم شايف مين من الأهلي والمريخ والهلال السوداني اللي عنده فرصة أكتر في الصعود مع سانداونز لدور الثمانية بالتأكيد أعتقد أن الأهلي سيحتل المرتبة الثانية وسانداونز بالتأكيد سيكون هو بطل المجموعة هما الفريقان الأقوى في هذه المجموعة بفارق كبير وهما المرشحان الرئيسيان لخوض المباراة النهائية أو الفوز بها ردود الأفعال في جنوب أفراقيا بالنسبة لموسيماني كراجل مدرب بالأهلي وبيلعب ضد فريقه سانداونز شايف النهاردة الكلام كان على إيه بالنسبة لموسيماني في جنوب أفراقيا هذا كان مصدر سعادة لمشجعي سانداونز لأنه هناك إحساس من الغيرة بسبب موسيماني لأن فجأة موسيماني أصبح بهذا الحجم الكبير جدا وهذه الشهرة الكبيرة وأنه دائما يأتي الأهلي ويفوز ويفوزون على البايرتز وكايزر شيفز الأهلي على كل هذه كل هذه السنوات كان يسبب الألم لمشجعي جنوب أفراقيا الحقيقة هو معظم إجاباته صادقة ولكن الأصدق سداد سيد إبراهيم وده بيفصل حاجات كتيرة جدا محليا وإفريقيا وحتبتدي تخش في أفريقيا الحتة دي الغيرة قال لك الأهلي لسنوات بسبب الألم الأهلي يحقق نجاحات وأنا هنا مش معناه كده إن أنا بتعالى أو إن أنا بتاهم أو إن أنا يعني بصنف أبدا ده شعور طبيعي جدا لما أنت فرقة حظوصها تملي أكتر من اللي حوليها طبيعي أن الكل يعني يبتدي يشعر نبتدي الأول نزيح ده وبعدين نتصرف مع بعض يعني هو ده المنطق المصالح المصالح إن ده العقبة دي الأول نحجمها وعدين نتفاهم بقى مين الأفضل فينا يبتدي يكسب فانتصارات الأهل المتتلئة والمكانة وكلام الكلام العالمي والمرضود الدولي والمرضود الأفريقي والمكانة اللي بوصل إليه النادي الأهلي حتى بين المسؤولين في أفريقيا ومنهم نجوم كبار زي الطارق دياب زي ما حنشوف دلوقتي بتجعل الحتة دي موجودة هي وده السبب يا جماعة في الآخر ليه ما بيلعبش في السماعليه ليه أصل الحكام أصل الدولة أصل المدلل هنبدل في أصل في أصل وخلكوا كده ودي بتاخدنا تاني إن الجاب يتسع إحنا بيننا وبين المتقدمين في أوروبا علميان جاب لو لأن الرئيس تنبه مش تنبه هم متنبهين بس واجه بالموضوعية هنبدأ نتكلم أصدوه الاستعمارين أصدوه بعطاء لا هنضغط ونحاول نقرب ده الكلام اللي لازم يحصل أنشغل بنفسي واعترف بعيوبي عشان أقدر أتطور إذا ما حصلش كده هنبدأ نلقي باللائمة على الظروف طيب أظن شفت الرجل صحفي في جنوب أفريقيا وقال لك الأهل جالنا وهو مجهد واضح بسبب جدول المباريات والمدرب ما في شؤال كده يريد ده يكون واضح للسادة المسؤولين عن الكرة عندنا طيب كيف تنطرق دياب شايف مستر بيتسو موسيماني إزاي يعرف المدرب هذي والمدرب يعرف اللاعبين نجح مع الأهل فاز بطولة تهل شامبين الدوري الأبطال ومدرب ممتاز بصراحة في المستقبل أهم شي أنه ينتجوا بمهاجم كبير عنده الدفاع جيد عنده وسط الميدان ما ينقصوا إلا مهاجم كبير مع محمد الشريف وعندما لعب عبد القادر أحمد عبد القادر يقدم في مستوى جيد وتحسر اللاعب هذي اليوم ما يلعبش وطهر محمد طهر محمد الشريف ممتاز لكن أنا أقول مع محمد الشريف لازم مهاجم آخر هي عقلية احترافية تعاملوا رئيس النادي والمسؤولي النادي عقلية احترافية لأنه ما انتظروش آخر الموسم نحن رؤسان نحن العرب ينتظروا نتائج إذا ما يفوز نحن مين نحن العرب نحن ننتظروا دائما نتائج إذا ما يفوزش معتها ممكن يغيروا المدرب لكن هما قبل ثلاثة شهر من نهاية الموسم والأهل مازال يلعب في الدوري المصري ومازال معتها يلعب في الشامبيونز ليج وعاودوا له وهذا عقلية احترافية هذا هو عقلية متاع مسؤولين لأنه يعرفوا المدرب هذية يستفاد منه كثير ويستفادوا منه ولازم يكملوا مع المشوار يعني بالنسبة لي أنا المدرب ثلاثة أربع سنوات سيك معين ثلاثة أربع سنوات ممكن مازال عنده مكانية بشعة أكثر وبش تزيد حس لأنه ولا يعرف أكثر من هذه الأهل ويعرف الكرة الإفريقية هو بطبيعة الحار ويعرف الكرة المصرية الأهل عنده مكانية تتطور والتحاسل لأنه عنده لعبين جيدين ما كانوش في أحسن حالاتهم يمسجعوا كل إمكانياتهم والأهل فريق كبير حتى الضغط هذية تعودوا به تعودوا اللعبين على الضغط وأصبحت عدهم ثقافة ثقافة الفوز وهذه قوة الفرق وهذه ثقافة ولهذا أنا أقول الأهل يبقى عليهم أنه يبقى علي المدربة لأنه ليس سهل أنك تدب المدربة اليوم نشحوا مع المدربة لازم تكملوا عن طريق فرصة طبعا واضح أن موسماني واسلوب إدارة الأهل والتعامل في شأن الكرة الأهلوية يجدوا صادة طيب ومصدقية لدى كابتن الطارق كابتن الطارق أشاد بكل حاجة وحسن فعله نجد دول والرجل ده محتاج ثلاث سنين جمان عشان يخلق دوافع جديدة الظروف اللي فيها صعبة لكن هو بيعدي الظروف الصعبة وعارف إيه وكل يوم يعني يقدر اكتسم خبرات تخلي المتوقع والقادم أفضل ملوخص يا جماعة الفقرة اللي فاتت دي المعاملة الغير عادية التي يلقاها الأهل في خوضه ولمباراته محليا وإقليميا ودوليا كل ده بيخلي الأهل لا يعبر عن مكانته الحقيقية وقدراته الحقيقية اللي ناتش شايفة بيه لكن كلنا ثقة في لعبتنا كلنا ثقة في الجهاز الفني كلنا ثقة في تقدير اللعبة للمسؤولية أنتوا أبطال أفريقيا أنتوا عندكوا أفضل بكتير جدا من أنتوا تخسروا مباراتين وراء بعض من فريق رايح جاي الصعود كتاني المجموعة مش عيب الأهل توق في المرتين اللي فاز فيهم بالبطولة كان بيصعد تاني المجموعة وده الجمهور الأهلي لكن أن تصعد الأهل بيصعد ليصعد لمنصة التتويق بإذن الله كل التوفيل للأهلي أمام المريخ ثم أمام الهلال إن شاء الله لا لما وصلش لما وصل إليه من مكانة وقيمة تخليه مضرب المثل ومثار الزهو والفخر من كل محبيه في المحيط العربي والدولي إلا لأنه على مدار التاريخ كان هناك الكثير من أبنائه بمثابة الشموع الحمراء هي فعلا الشموع الحمراء اللي أضاء الطريق الأهل التاريخيا وحددت مساره ومسيرته محمد طاهر باشا واحد من رموز الرياضة المصرية اللي كان لهم دور فاعل جدا مع النادي الأهلي والرياضة في مصر نشوف في هذا التقرير جانبا من مسيرة محمد طاهر باشا محمد طاهر باشا يعد محمد طاهر باشا الأب الروحي للحركة الرياضية المصرية في العصر الحديث حيث حظي بمكانة كبرى في تاريخ الرياضة المحلية والدولية ولد محمد طاهر في أغسطس من عام 1897 ونشأ في أسرة النارستقراطية لتربيته الإنجليزية وكونه من أفراد الأسرة المالكة فهو نجل الأميرة أمينة ابنة الخديوي إسماعيل وأتقن العديد من اللغات ودرس في برلين ولوزان وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية والاجتماعية كان طاهر باشا من محبي الرياضة حيث مارس الفروسية والبولو وكان من أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي وشغل منصب رئيس العديد من الاتحادات والجمعيات الرياضية حيث تولى منصب رئيس اللجنة الوطنية المصرية للرياضة والاتحاد المصري للسلاح وكان أيضاً رئيساً ومؤسساً للاتحاد المصري للفروسية بالإضافة إلى ذلك كان رئيساً ومؤسساً لجمعية الطيران الشراعي المصرية ورئيساً ومؤسساً لنادي الطيران كما شارك في تأسيس شركة الطيران الوطنية المصرية وشغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الجوية وشغل أيضا منصب رئيس نادي السيارات الملكي المصري كما شغل طاهر باشا منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بين عامي 1946 و1952 وأصبح عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية تحت رئاسة الكونت هنري دي بيلت لاتور في عام 1934 وعمل كعضو تحت ثلاثة رؤساء للجنة الأولمبية الدولية بما في ذلك سيجفريد إدستروم وأفاري بروندغ تم انتخابه كعضو في المجلس التنفيذي للفترة ما بين عام 1952 وحتى عام 1956 وكان أيضا رئيسا للمراسم ومساعدا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية من عام 1960 إلى عام 1964 وكان صاحب الدعوة إلى تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط ونظم أول بطولة في مدينة الإسكندرية عام 1951 كما نظم بطولة العالم للسلاح في القاهرة عام 1934 وبطولة العالم وأوروبا في مصر عام 1952 وفي عام 1950 تبرع بكأس محمد طاهر للجنة الأولمبية الدولية التي كان أول الفائزين بها هو بطل المبارزة البلجيكي بول أنسباش في عام 1951 وذكر مركز المعلومات بدار أخبار اليوم أنه حين زار طاهر باشا فريق مصر للفروسية أثناء وجوده بسويسرا في شهر مايو عام 1952 علم أن النقود التي أرسلت إليهم من مصر لم تصلهم بعد على الرغم من أنهم في أشد الحاجة إلى المال لمواجهة النفقات ولم يكن لديه فائد من النقود يكفي لتغطية النفقات الضخمة المطلوبة فقام ببيع سيارته الخاصة وزودهم بالمال المطلوب حتى لا يشعرهم بأي نقص يؤثر على روحهم المعنوية وعلى الجانب السياسي والديبلوماسي شغل طاهر باشا منصب عضو مجلس الشيوخ عن المملكة المصرية وكذلك كمبعوث خاص للملكة في السويد بلقب سفير وكان أول من تولى منصب رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كمنصب فخري وبقرار ملكي وفي عام 1960 طلبت اللجنة الأولمبية المصرية من اللجنة الأولمبية الدولية استبدال محمد طاهر باشا بآخر إلا أن الأخيرة رفضت وأبقت على عضويته وقررت بأن الأعضاء الذين تم اختيارهم قبل عام 1965 فإن عضويتهم في اللجنة مدى الحياة وقضى بعض الوقت في لوزان قبل أن توافيه المنية في 27 من يناير عام 1970 ويوم وفاته صار في جنازته لفيف من قادة الحركة الأولمبية شخصية رياضية سياسية عريقة عشان نفهم مدى الاهتمام الرسمي بالرياضة ده حفيد الخداوي إسماعيل من بنته أمينة حفيده ولكن شوفوا حجم المناصب ومش بس حجم المناصب الرؤية الرياضية خلق اتحاد الفروسية وخلق مش عارف إيه وعدوا لجنة المبية الدولية واختاروا مدى الحياة لما حاولوا وغيروه هنا في مصر بص الموقف كمان يقولك وهو في سويسرا كان في بعثة للفروسية المصرية في سويسرا الفلوس اللي تتبعتهم من مصر اتأخرت وهو راح يزورهم مجرد مصري عشان يقص روحهم المعنوية ما تتأثرش قبل البطولة عايزين فلوس وهو ما معهوش هو علاقته بالفروسية هو الانشاء اتحاد الفروسية باع العربية الخاصة بتاعته في سويسرا عشان يديهم الفلوس عشان ما يتأثروش اللي عايزة اقوله ان انا بحب الشخصات اللي عندها مبادرات اللي عندها مبادرات هي اللي بتخلق وبتطور فده واحد من الناس دي على المستوى السياسي والاجتماعي وكان مؤسرا وواحد طبعا من الاصر الحياة الرياضية محليا ودورة الارعاب في البحر الابيض مؤسسة دي الناس التي زي عمر لطفي زي غيره هدي الناس اللي تقدر تغير كثير من الواقع هي دي الشموع الحمراء عشان كده ظل الاهل دائما زين النوادي دمتم للاهل دائما ودام لكم الاهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله ونسيبكم معه زين النوادي